اشتركوا في القناة وليوم معنا واحد من الخبر الاقتصاديين المميزين هنا في سودان هو خبير اقتصادي ومتخصص في سياسة الاقتصاد الكلي وقتصاد النقدي بشغل منصب نائب محافظ بنك السودان ساهم في الحوار في دفع الحوار على السلاح الاقتصادي والحوارات بين الحكومة السودان والصندوق النقض الدولي والبنك الدولي والشغل الكبير اللي كان يتعمل في الاستحال الاقتصادي اللي هو في الفترة الانتقالية بعد الثورة الحصد في سودان ساس فاروق عنده خبرة 15 سنة أكتر في العمل في البلوكة المركزية واشتغل في بنك السودان المركزي وحاليا انشغال في البنك المركزي العماني هو حاصل على درد بكلادوس الشرف من جامعة بردوم في الاقتصاد وحاصل على ماجستير في دارة العمان من جامعة بردوم وماجستير في السياسات الاقتصادية من جامعة كولومبيا يعني سيبيه ما شاء الله يعني كبيرة جدا ونحن نتمنى انكم تستفيدوا وأكيد يعني انتح تستفيدوا من حاضر اليوم ونحنطول عليكم طوالي ساس فاروق تفضل أهلا معك ساس فاروق أيوه خلينا اشير الاسكرين طوالي أوكي تمام ستفضل طوال طيب السلام عليكم افتكر الصوت مسموع أيوه مسموع طيب بسم الله الرحمن الرحيم أول في البداية صراحة خلوني يتكلم بالداري الاسلايس بالانجليزي لكن حامش بالداري وحامش واحدة واحدة وبالذات ناس اقتصاد بكونوا عارفين الكلام ده كويس لكن ما شغالين فلازم بعد المحاضر ردين شوف لهم شغل الناس بزنس شغالين يعني تمام فبصراحة يعني مشكورين جدا جدا دكتور نعمة أستاذ إحسان والجروب العظيم في مبادرة الباحثين على المجهود الجبار في الحقيقة أنا ممكن أكون عشت الألم بتاع الشباب اقتصاد بشكل كبير جدا جدا وشباب بزنس لحدهم ما ولما كنت في بنك السودان صغير يعني الوقت ده كنت بيجي الجامعة صراحة فتش القوائم بتاعت الطلاب في المكاتب الكليات عشان لمعاينة البنك بالذات في الفترة من 2009 لما انظهر برنامج المهنيين المبتدين في البنك المركزي وكنا بنعاني معاناة طبيعية عشان بالذات في اقتصاد يعني كانوا ناس دكتور محمود عبدالله وكمين من الدكاتب وكنا بنعاني معاناة شديدة عشان نحصل الديتا بتاعته طلاب في ناس بر السودان وفي ناس ما عندهم تلفونات وكده فكنا بادلين مجهود في القصة بتاعته انه لازم نربط نعم اللينك حقيقي للطلاب بالمؤسسات الاقتصادية وفي البلد لانه في النهاية الجيل الجديد اللي هو ما الجيل العجائز زينا كده افتكر انه مستوى التعليمي افضل المعرفة التي اتعرض لها بشكل افضل الانترنت المعرفة زادت في العالم اثار العولم وكده ولمور طيبة لكن في النهاية لازم الناس تبذل مجهود بذات اولادنا في كل الاقتصاد يعني محتاجين الاقتصاد يعني خطير جدا جدا ما زي البزنس من 2001 تقريبا في السودان وعالميا الاكاونتنسي والقصة بتاعت يعني الامبي ايز والبزنس دي تخصصات كسحت في كل العالم مع ظهور طبعا ال dot com companies وكده فأولاد الاقتصاد لازم تدلوا مجهود وضاعف تخصص دقيق في الاقتصاد عشان تنقوا في فرص ممتازة وهنا انا هاتدكم محاضرة عملية من واقع تجربة المتواضعة في صنع السياسات لما كنت صغير زيكم او كنت في المص نص او وصلت درجة كده من الخبرة معقولة ممكن تقول عليها فهنا بالنسبة لي العنوان بتاع المحاضرة بتكلم عن طبعا الاقتصاد السوداني اللي هي محركات يعني اللي هي وأفكار لإعادة ميلاد اقتصاد جديد وبعد ذلك أشوف زاته محركات التدهور دي سببه شنو ال drivers of decline جات من شنو والأفكار الجديدة لي يعني نمكن يكون عندنا زي ما بقول جان جاك روسو أخذناه في العلوم السياسية في اقتصاد عن الموضوع بتاع العقد الاجتماعي وعايزين نشوف رؤى وأفكار جديدة بعيدا عن المسألة بتاع التصنيف بتاع المدارس الاقتصادية إذا كانت اشتراكية أو رأسيمالية أو كده أبدا بس نحن عايزين نموذج إنه يساعدنا في إنه نقدر نعمل سياسات صحيحة ونتصدى الآن لأزمة تكلفة المعيشة اللي بعانوا منها الناس منذ فترة طويلة جدا جدا ونتصدى برضو للركود الموجود في قطاع الأعمال عشان نقدر نشوف قطاع خاص معافة يفتح فروس عمل ويفتح فروس الدريب وبرضو يكون عندنا أداء بالذات مؤسسات القطاع الاقتصادي بحيث إنه يكون شباب في صنع السياسات مستقبلا بالنسبة لي أنا قسمت البرزنتيشن لكمية من المحاور الكلام كثير شديد وكده لكن ما تتوتروا يعني أول حاجة نبدأ بالجانب السياسي دور الدولة في الاقتصاد تمام والإصلاياتات الجاية نعم سامعني معلش بس معلش ممكن تعمل فورسكرين معلش على المقاطعة أوك حاضرين شكرا تسلا دور الدولة في الاقتصاد طبعا ده الجانب السياسي أعتقد أنه الشباب الخريين كلتا الاقتصاد بيكون عنده إشعاعات بتاع تعلم سياسية أكتر من الطلاب الجميلين في كلية البزنس فعايزين نشوف دور الدولة في الاقتصاد يعني تأثيره شنوعه للبلد تمام طبعا أول حاجة جماعة ما بتقدر تعمل أي تنمية اقتصادية بدون شرعية وما بتقدر تعمل أي تنمية اقتصادية بدون دولة ذاتة عندها مصداقية يعني الكريديبول بوليسي بوليسي هنا قصدين بها سياسات مالية نقدية سياسات تنمية وتيفر يعني تمام وبعد ذلك لازم يكون عندك يعني التزام متواصل بالعملية بتاعة الإصلاح لعدة سنوات تمام ولازم الحكومة يكون عندها يعني يعني سيطرة تامة على الأصول بتاعة الدولة يعني نيابة عن المواطنين الشرفاء يعني في البلد ما عايزين وضع مشوه إنه إي حزب أو منظومة أو جيش أو whatever يستلم الأصول نيابة عن الدولة وبعد ذلك المواطنين ما يستفيدوا برضو الحاجة هذه مهمة جدا سمعتها أخيرا عن إنه لازم يكون في يعني لازم يكون في حوكمة اقتصادية للمؤسسة المملكة للدولة والشمويل الاقتصادي بجانب طبعا يعني نحن عايزين شمول سياسي كل فئات الشعب تمثل سياسيا تمثل ومن أكبر الأخطاء الفاتت طبعا أكيد الثورة ما قدرت يعني تعمل مجلس تشريعي للمشاكل المعروف في المشهد لكن كان على الأقل المجلس التشريعي بيستوعب كمية من الشباب بالذات المقاومة فبالتالي ممكن يقدروا يساعدوا في العملية بتحت التمثيل السياسي وبالتالي ممكن يقدروا يدافع عن السياسة الاقتصادية الشمولة الاقتصادية هنجي له هنفسروا بالأرقام يعني مهم جدا جدا هنشوف جي دي بي نمى بيكم وبينسبة كم لكن الناس لسه في ثقر وفي تضخم وفي مشاكل وفي مشاكل بتاعه عدم مساوى عندنا مثال دولة تشيلي اللي هي في أمريكا اللاتينية انه يعني حصل لها وحصل فيها عدالة اقتصادية ويتشز انه يا جماعة ان احنا اشعارنا الاساسي اللي هي يعني حرية سلام وعدالة ومدنية خيار الشعب كمرجعية لبرنامج الثورة الاقتصادية ودي مهمة جدا جدا ان احنا لازم يكون القناعة دي جوانة موجودة الانقلاب المشهد المتصدع لكن لازم تكون فيه اشياء زي دي نمرأ اخر حاجة طبعا لازم يكون عندنا خدمة مدنية مقتدرة ودي بتهمكم جدا جدا انا بالنسبة لي انهيار السودان من انفصال الجنوب وخروج البترول كشف عورة البلد لانه ما في خدمة مدنية مؤهلة اهي جيد وديوان العمل في الدولة يعني يعني ما الواحد ما بحق له يتكلم في المسألة دي لكن يعني محتاج اصلاح ونتمنى ان تكونوا النواء الحقيقية للاصلاح بتاع جهاز الدولة يعني الخدمة المدنية دي مهمة جدا جدا يصلها برضو الدولة السودانية ذاتها يعني في الاقتصاد الدورة ما فعال صراحة صحيح في سيطرة هنا وهناك من جهات عسكرية وامنية وكذا وكذا لكن الدور ما فعال اديك مثال مثلا عندنا ستمية يعني مؤسسة مملوكة للدولة فيها طبعا مؤسسات عسكرية وفيها مؤسسات أمنية وبما فيها البنك المركزي لكن الفعالية ضعيفة جدا جدا فافتكر ان المؤسسات دي لو اخذنا تجربة كوريا الجنوبية وحصل لها خصخصة وحصل لها تقنين وحصل لها طرح في السوق المالي ممكن يعني ممكن يكون تتمول عبر السوق المالي وبعد ذلك تقدر تنمو وتحقيق أرباح وبعد ذلك تكون فيها شفافية وفيها حسابات منشورة وبعد ذلك تفتح فرص عمل وزيد نموى الاقتصاد طيب ولأنه في نفس الوقت انه دور الدولة ذاته غايب تماما يعني الدولة ما عندها اي وظيفة في الوقت الحال الدولة السودانية يعني ما معروفية ليد باي منه يعني عشان كده بتلقى انه الاقتصاد رايح مع السياسة في ظاهرة في السودان اسمها البرديتوري شتيت يعني دي ممكن تسميها بالدارج كده الدولة المفترسة لو دار تسميها مثلا الدولة القابضة الدولة المسيطرة الدولة الوطيفر يعني تمام اللي هي شرحة هنا بتعظم الإيرادات regardless على الامباكت بتاع التسروا دي على المجتمع يعني ودي عرفت دوغلس نورس في 1981 الزلداء اخذ نوي البرايز في الاقتصاد فانت يعني بدون ما يكون عندك يعني 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 إجماع شعبي ويدعم الإصلاحات السودان cannot reform يعني انت أصلا إذا كان يعني في جهة محددة عايزة تستأسر بالموارد وتخزينها وتشيلها ما بيحصل reform الريفورم لازم يلقى تأييد شعبي فبالتالي لازم كل الأشياء لازم تكون تحت سيطرة الدولة المدنية الحكومة المدنية لازم يكون تحت سيطرة كل الأشياء يعني طيب وما ممكن يكون فيجي نظام سياسي يشتغل بالقصة بتاعت السيطرة الربريشن زي ما شفتوها في عهد الإنغاز يعني احتمال في ناس صغار فيكم شافوا السنوات الأخيرة من الإنغاز يعني طيب وعندنا برضو يا جماعة في مسائل مهمة جدا جدا لازم يكون تتخطى في البال يعني انه لازم التنظيم بتاع الاختصال تنظيم الدولة الصنع السياسات بتأثر تأثر بالغ جدا جدا بالقصة بتاعت الدولة المفترسة اللي بتعظم موارده هي ولا يجهات محددة وما بكون في شفافية وبالتالي بيحصل معانا وبسبب الدولة المفترسة دي في كمية من حركات التمرد ظهرت في السودان لأنه في جهات بتعتقد انه الموارد ما موزعة توزيع جيد عشان كده بيكون دايما داخل الدولة المفترسة دي كمية من الفساد السياسي وكمية من العملية بتاع فتح فروس العمل بتكون على نطاع ضيق جدا جدا لو بتذكروا قطاع البترول في جامعة الخرطوم لازم ورقك يمشي بزيد الجامعة يعني وله حتى لو كنت شاطر جدا جدا وما كنت مع الجماعة دين ما بتخش النفط مثلا في دي كده المثال مثلا الاختصاط برضو بيصبح بيكون بتشوف القصة بتاعت يعني السودان بتلقى فيه ناس يعني يعني عايشين وضع يعني خرافي وناس مسحوقين ودي كلها بس في الدولة المفترسة تمام والحاجة دي العدم يعني فرص المساواة والقصة دي خلقت طبعا بتخلق قصة بتاع الثورة لازم يكون فيه ناس يثوروا ضد بعض لأنه ما يكون عندهم يعني النزور اليسير الباكلو يشربوا والدولة دي ظهرت في عهد سوهارتو في اندونيسيا زمان وظهرت في عهد بينعالي طبعا سقط في 2010 2011 بالثورة التونسية ثورة الياسمين وظهر برضو في حسين بارك ظهر طبعا فبراير برضو 2011 سقط 15 يوم وبرضو الدولة دي ظهرت في عهد عمر البشير وبرضو سقط في أبريل 2019 أفتكر أنه دي الاسطوري بتاعت الدولة المفترسة دايما بكون في ليدر واحد وبوظف الموارد لتجاه الحزيب وكده في النهاية الدولة دي بتسقط يعني لأنها ما بتحقق تنمية متوازنة الصورة دي مهمة جدا جدا يا جماعة ده طبعا دي مظاهرة الدولة المفترسة ده واحد من مظاهرة الدولة المفترسة شوفنا دي جهاز الأمن ده معمول بكم مليون دولار وعال إنه في شخص ماشي قدامه يعني يعني لا يملك إلا النزل اليسير يعني وكمية من المشاهد يعني ده مشهد ممكن يعكس لك الان ايكوال ايكنوميك بنيفيتس لنا بتكلم عنها يعني بتكون في منافع اقتصادية غير موزعة توزيع جيد ولو لاحظتم نحنا كلنا من الريف يعني أهلنا في الريف بعان ومعاناة مع طبيعية يعني في جصة بتاعة التضخم وكمية من القصص أولى وبتقروا تقرير التضخم في الولايات بتشوفوا البؤس بتاع مستوى المعيشة دي في الستيتس يعني أو التغير الاخصادية التانية يعني لأنه المالية ما قادرة تحول لسترانسفيرس قروش للولايات والولايات ما سيلف سستين ده ما عندها إيرادات بتحقق لها الفيدرالية المالية أو الاستغلال المالي بتاعها المشهد ده مشهد جميل جدا جدا يا جماعة بيعكس لك الوضع الموجود عندنا في السودان طبعا دي برضو القصة بتاعة ده السلايد ده السلايد كبير جدا جدا لكن في النهاية هو دي بوليتيكس لكن بتكلم عن إنه العملية بتاعة يعني لازم يكون النظام السياسي لازم يعالج المشكلة بتاعة الريعة الاقتصاد الإيكتناميك رينت تمام ودي مشكلة خطيرة جدا جدا القصة بتاعة الرينت سيكينج ودي تكلموا عنها في بيبرس كتيرة جدا جدا لو رجحتوا لورقة مشهورة بتاعة جوزيف ستيغلتس بروفسور في جامعة كولومبيا بيتكلم عن المسألة بتاعة putting resources into blessing رازال رزانا كيرس لازم تخط الموارد عشان يزدهر بها الاقتصاد بدلا من إنه تكون نغمة على الأوطان يعني فالرينت سيكينج ده هو البروبلم بتاعة الفاولانس ودي قصص يعني خطيرة جدا جدا في الاقتصاد لكن باختصار الروح بتاعة البرزنتيشن ده بتكلم عن إنه لازم الإصلاح اللي نحن نعمله لازم يأثر كبولوسيز في المسألة بتاعة الريع الاقتصادي أو الدولة الريعية أو يعني 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 الكلمة بتاعتها يعني دولة المصالح المتجذرة يعني كبيرة جدا فدي في ثلاثة حاجات مهمة جدا لازم يفكك نظام السابق تفكيك قوي جدا جدا وهنا بالنسبة لي أنا التفكيك بنية النظام الاقتصادي يعني ما بتكلم عن إنه أفصل الناس وأعمل ولا أنا بتكلم عن إنه بهمني جدا جدا اللي هي الأصول المنهوبة أو الأصول النهبوها الناس بشكل غير شرعي يعني أي نظام سياسي سوداني جاي بما فيه نظام الإنغاذ يعني يفترض العملية بتاعت الدسمانتلين دي تكون بخبرة يعني ما تكون عملية يعني سهلة عشان الناس تقدر تبني دولك ويسا عندنا ال لازم تكون في شفافية ومراجعة للمؤسسات المملوكة للدولة ولازم تكون الوزارة المالية عشان تحقق المسألة بتاعت ال ال-PFA ما ال-Public Financial Management اللي هي ولاية المالية على المال عام ولاية المالية على المال عام هنا مهم جدا جدا لازم تفهموه لما نقول ولاية المالية على المال عام لا يعني إنه نمشي نحن نخمش الشركات من الشباب دي لو ناس الأمن والجيش وكذا لا أبدا ممكن بس على الأغل يكون في أوفرسايت إنه تكون مملوكة بينهم لكن نعزز عملية الشفافية عشان لأنه المفهوم كان مغلوط جدا جدا في المجتمع السوداني ال-Corruption Law and Commission طبعا ما في أي اقتصاد في الدنيا دي بنمو بال-Corruption في كيس واحد في الأدبيات الاقتصادية افتكر إيتالي هي في positive relation ما بين ال-Corruption والنمو ال-قتصاد لأنه المافيا الإيطالية حجيمة كبيرة وأصلا الاقتصاد قائمة على المافيا business لكن في كل الدنيا ال-Corruption هو cancer بالنسبة للتنمية الاقتصادية وبالنسبة للنهوض الاقتصادي والنمو هذه كمية من بهم عموما جايب لك أنا شوف Douglas Source Walls Wind Guest Unlimited Access Order لتخذ تلك reference ممكن تمشيها في الموضوع هذا موضوع هذا موضوع كبير جدا أنا بهمني جدا جدا أحكس لك ال-roll بتاع ال-government صراحة في ال- إنه لازم يتعرف يعني ال-roll of ال-government needs to be redefined لازم دور الحكومة لازم يكون واضح في العملية بتاعة بناء السياسات والإصلاحات والاقتصاد لازم الحكومة تركز على إدارة السياسة الاقتصادية بشكل سليم اللي هي يعني زي ما بقولوا الساوند economic management to permit وفاصلتات ال-private sector يعني لازم برضو يكون عندنا الكلام الفوق سيطرة الدولة دي تمشي يجي ال-private sector نظيف عشان يقدر يفتح فرص عمل ويقدر يحقق التنمية اقتصادية في البلد المسألة بتاعة الدورة الدولة كمشرع أو كمنظم أو كريغوليتر دي مهمة جدا جدا وبعد ذاك برضو أنا أفتكر أنه بناخد أنه نحن لازم نرفع قدرات المجتمع المدني صراحة build the capacity of the civil society عشان يقدر يراقب القطاع العام ولازم القطاع العام بتاعنا دي يكون فيه يعني محاسبة ومساءلة وشفافية يعني الناس ما تشتغل على كيف يعني بنك السودان وزارة المالية وزارة الصناعة التجارة وزارة الاستثمار وزارة أوتشيفر يعني الشرطة كل public sector يفترض يكون فيه عملية بتاعة الشفافية ومساءلة عشان الأداة يمشي بشكل أفضل ويقدم الخدمات بشكل أفضل يعني وبرضو كمان النشر أهم حاجة يا جماعة النشر بتاعة documents الليلة الموازنة بتاعة 2023 ما موجودة في الويبسايت تاعة وزارة المالية لكن لو شفت كل دول الخلية اليوم من يوم 31-12 بتلقاها مخطوطة بشكل وشكل بإنفوغرافيك وبشكل جميل جداً جداً الموازنة وبتتوزع وكذا برضو العملية بتاعة المهم جداً جداً جماعة النظام المشتروات ده لازم تعرفوه يا شباب باختصاد إنه خطير جداً جداً ثلاثة فواتير ده بيسبب في عجزة الموازنة وكذا وكذا فلازم يكون عندنا يعني نظام بتاع مشتروات شفاف عشان على الأغل نستفيد من التكنولوجيا في إنه يكون عندنا شفاف عشان نقدر يعني نقلل الـ 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 مهين جداً طبعاً و الـ الـ بتبني طبعاً بعد بكرة وفي الفوتشر الـ learning curve بتاعك برتفع يعني هنا يا جماعة برضو في نغاش كتير جداً جداً طبعاً نوت نيو لبرول أجندة يعني بمعنى إنه لما نحن نتكلم عن السياسات أو الاقتصاد الكلي بشكل عام والإصلاحات اللي حتم في بنية الاقتصاد نحن ما عاز نمشي على المدارس الاقتصادية والاستخطاب الاديولوجي بين شيوعي اشتراكي إسلامي ليبرول واتفر دي ما 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 نحن بنشوف إنه الحاجة اللي بتلبي الحاجة المطلوبة بالنسبة لنا في الاختصاد وبنحن بنعمله وبعد شوية لما ندخل نفوت الجانب السياسي حندخل إنه كيف السياسات بتتعامل زادة عشان الناس لو اتعينت بكرة في مؤسسة مؤسستين إن شاء الله تعرف تبدأ كويس آآ إحنا شايفين إنه أهمية السياسة التصنيع بالنسبة لإخصاص السوداني إنه دور الدولة يعني دائما الدول النهضة بتلقاها شغالة بمثلا سلاسل القيمة للمنتجوات الزراعية والقصة بتاعت التصنيع والدول الحاصل فيها نهوض بكون فيها ترانسفورميشن بتعملوا فاكشيرين يعني التحول نحو التصنيع ولو دخلت على حاجة اسمها أطلس هارفورد يعني هارفورد أطلس ده برتب الدول من حيث الكمبلكسيتي بتاعت القاعدة التصديرية بتاعتها بيلقى الدول اللي عندها يعني أكتر دول بتهتم بالعملية بتاعت التصنيع بتلقى إنه القيمة المضافة للصادر والدخل بتاعتها وحصائل الصادرة بتكون أعلى من الدول اللي بيصدر المواد أولية زي السودان مثلا وفي التصنيف في أطلس هارفورد بتلقى السودان ممكن ترتيبه 146 مثلا لأنه بصدر سلع المستوى التعقيد الاقتصادي شيء ضعيف بسموه degree of economic complexity عشان كده لازم يعني يكون عندنا يعني السياسات الصناعية تكون معمولة بشكل يعني يعني جيد يعني عشان يكون فيها نوع من الابتكار يكون فيها يعني تقليل فرص يعني والإنوفيشن وبعد ذاك لازم يكون فيها يعني تعاومة بين المؤسسات الخاصة والعامة ويكون فيها يعني يعني deep understanding بالمسألة بتاعت التالنت وهم حاجة إنه التبني بتاعت التكنولوجي وفي كمية من الأشياء يعني عشان نقدر إنه نتحول التحول سليم بحيس إنه نمشي لسياسات يعني الصناعية جيدة طبعاً في دول في إكسامبولز زي طبعاً شيلي زي فلند زي الهند مثلاً حديثاً وزي ماليزيا وزي إكسامبول بتاعت تايوت المهم عموماً فيه كمية من الإكسامبولز اللي بتوري جودة السياسة الصناعية دي ورقتين عايزتك تقراهن تماماً إنه البوك ده Open Source بتكلم عن Manufacturing Transformation ما حاجة عالمية حاجة متعلقة بالدول الأفريقية والدول الأسيوية الناشئة اللي هي يعني الدراسة مقارنة للتنمية الصناعية في أفريقيا و آسيا الناشئة اللي هي Emerging Asia الدول الأسيوية الناشئة يعني طبعاً والورقة دي برضو Open Source في الويبسايت إنه لازم تشوف إنه Agricultural Value كان Analysis والورقة دي كان عمل البنك الدولي ويعني فيها سلاسلة القيمة بالنسبة للصمغ العربي والسمسم والثروة الحيوانية والمنتجات البستانية ومنتجات الألبان والورقة دي افترض كان اتنفذها وزارة الصناع لما كان مدنى عباس يعني وزير الورقة دي مهمة جداً جداً لازم تركز معاها نجي بالنسبة لنا برضو حاجة مهمة جداً جداً إنه عشان تعمل سياسات صاح وتعمل يعني 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 تنمية حقيقية لازم لازم يكون عندك في الاستراتيجي بتاعتك لو جبناكم كده في طاولة أو في طربيزة ونجي نجي نعمل Formulation يفترض نبدأها من من تحت يعني فدور الحكومات المحلية مهم جداً جداً في استراتية النمو الاقليمي لازم يكون عندنا النموذج اللي بخلينا نستفيد من الميزة النسبية للولايات بتاعتنا كزيرة مثلاً شمال كردفان نهر النيل ولاية دارفورة الكبرى يعني شرق السودان whatever انه لازم يكون عندنا تركيز يعني يعني على حاجات أساسية انه القطاع المال هناك عدد الفروق نتأكد منه البنوكشة قاله كيف تمويل أصدر تمويل عادي بتوظف الناس لازم يكون عندنا نهتم برأس المال البشري والبنى التحتية فدي حاجات مهمة جداً جداً يا جماعة انه البيزي بوليسي فرومورك يعني الاطار الرئيسي للسياسة الانت عايز تعمله في بلد نفترض انه في السودان لازم نبدأ من الجراسروت يعني والحاجة دي في دول كثيرة جداً جداً في وحدات تخطيط اقتصادي وفي مجالس تنمية اقتصادية زي ماليزيا طبعاً وحدات تخطيط اقتصادي وبرضو تايلند فيها يعني مجالس التنمية اقتصادية وكيلي فيها يسمى الفاونديشن كيلي مؤسسة كيلي في دول كثيرة جداً جداً يعني خطت مجالس عشان تعمل بها التنمية الاقليمية وبعد ذاك لحد ما تصل على المستوى الاتحادي الحاجة دي محتاجة يعني تضافر بتاع جهود لكن محتاجة برضو human capital كويس وناس يعني fresh graduates وناس يكون يعني mid career level وفي ناس يكون وكذا يعني عندهم الخبرة عشان بعد ذاك يصنعوا سياسة بشكل كويس عشان بعد ذاك يكون نحن ذاتنا عندنا strategic choice بالنسبة لينا خيار استراتيجي انه نحن نزود ايراداتنا كيف نقدم شكل الخدمات كيف نصيغ السياسات كيف والحكومات المحلية الدورة اللي يفترض تعملوا في التنمية المحلية شكلها كيف وبعد ذاك العلاقة الحاكمة اللي هي الفيدرالية المالية اللي بتحكم يعني التوزيع العادل للإيرادات بين المركز على المصول الفيدرالي والولاي دي كلها مسائل بتحتاج يعني تخطيط اقتصادي يعني بشكل قوي دل ديك مقدمة للموضوع ممكن ندخل في الأداء الاقتصادي يعني في القرنة الواحدة وعشرية طبعا أنا قاصد السودان وهنا باختصار شديد جدا جدا لو بديت بس من سنة 62 اتتكر انه أول تقرير يتعامل في السودان سنة 60 تقريبا تقرير اقتصادي يعني لأنه نحن اقتصاد السودان بالعملة السودانية وبالأرقام السودانية لو لاحظ في الفترة من 62 إلى 68 النموى الاقتصادي كان بسيط جدا جدا يعني يعني ممكن يكون يعني يعني 1.4 1.7 طبعا تشكيل الدولة وبعد ذلك يعني لكن الفترة دي على الأقل فيها فترة بتاعة ديمغراطية يعني كانت وفيها فترة عبود برضو لكن هنا لو لاحظت الفترة من 72 إلى 69 دي الفترة بتاعة النظام الاشتراكي بتاعة نيميري اللي هو النمو كان فيه ضعيف لأنه أساسا كان فيه مشاكل هنا فيه قبل الإنقلاب نيميري وبعد ذلك لاحظ أنه في نفس نظام نيميري في الفترة بتاعة 73 77 النمو مشى مسافة بعيدة جدا جدا لأنه ما كانت فيه حروبات البلد كانت مستقرة اللي هو حصل peace accord فيه استراتيجيز واضحة هنا موجودة عشان كده النمو كان يعني طلع بشكل كبير جدا جدا لكن لاحظ أنه في 78 مع خلاس نظام نيميري بدأت دهور وحصلت طبعا يعني الفترة دي طبعا كان اتخللت الحرب الأهلية في الجنوب سنة 83 الحرب الثانية وبالتالي الكراسيز جات من جديد وفي صراعات سياسية وكده النمو نازل بتاع الاقتصاد في الفترة من 90 إلى 98 النموزات شوية ما تنسي أنه الفترة كانت صعبة جدا في بدات الضامن غاز لكن اتخللت استثمارات كبيرة جدا جدا اتضخط في قطاع النفط يعني برغم أن السودان كان محاصر في الفترة دي الفترة بتاعت الأويل بوم طبعا واضحة من 99 إلى 2007 النمو فيها كان ممتاز جدا لكن بعد الأزمة العالمية المالية 2008 وحصلت مشاكل وحصل إدارة للموارد من الفترة ممكن يكون النمو نزل من 6% لكن من 61 لحد 2007 النمو بتاع الصاد السوداني كان 4% وحنشرح أنه يعني في غراف لاحق في الفترة كلها لحد 2021 العوامل الأساسية السهمت في النمو في الأجل القصير السلام يعني الفترة كانت بتاعت نميري واتفاق السلام الشام في 2005 والأويل العوامل الأساسية الخلت الدكلاين اللي هي الفترة بتاعت الاشتراكية والصراعات والعوامل الرئيسية البالساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي اللي هي بالحاجة نحن بتكلم عنها في المحاضرة دي اللي هي الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي اللي هي الساوند ماكرو مانجمين والإصلاحات الهيكلية تمام الإصلاحات الهيكلية دي طبعا فيها كمية من الأشياء يعني بما فيها سوق العمل حوكم اقتصادية فيها طبعا يعني مساهمة المرأة في القوى العاملة فيها يعني التقليل الفساد فيها كمية من الإصلاحات الإدارة الموارد الطبيعية تقليل تهريب الذهب في كمية من الاستثمار يعني الاستثمار في اقتصاد الأخضر المسائل بتاعت الكلام ففي كمية من الأشياء يعني حاني تناولها طيب هنا دي حاجة مهمة جدا جدا إنه السودان صحيح حق نمو لكن النمو دمى احتوائي بمعنى إنه لما نقول لك معنا ما نمو شامل يعني ما مستفيدة منه كل الشريح في المجتمع طيب من السنة الستين اللي هو الجراف قبل شوية لحد يعني ممكن يكون لحد سنة 2020 الاقصاد السوداني ونفرج نمو بثري بوين ناتس أربعة في المية تمام ولكن النمو ده فيه 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 بانحراف معيار بانحراف كبير جدا جدا يبلغ مغاستشتت يعني اللي هو 140% ودل إشكالية طبعا لما نكون عندك يعني يعني standard deviation عالي معناها النمو بتاعك ده هو ما شامل للجميع فيه فيه محددة استفادت من النمو زي الفئة المحددة اللي كانت تستفيد من الدعم السلعي يعني هم الناس ريتش يعني فبالتالي النمو ده فيه مشكلتين فيه يعني inequality عدم عدالة في التوزيع بتاع income في الاقتصاد بتاع الدخل بالنسبة للشعب وفيه مشكلة بتاع الفغر يعني لأنه الناس المستفادوا من النمو بالتأكيد هم المتأثرين بمعدلات فغر أعلى طبعا الغراف ده يعني بلخص لك النمو الاقتصاد في السودان من سبعين لحد الفين وعشرين وتابعت يعني الزيكزاك في اللاين الفترة بتاعت الفترة العالية دي مثلا بتلقى فيها مثلا دي زي ما قلت لك النمو فيها كان عالي فترة تلين غاز لأنه كان الفترة بتاعت 94 95 دي الانفستمين تجلي قطاع النفط وبعد ذاك برضو الاستغرار الاقتصادي تم في الفترة من 97 وين تماشع عبدالوهاب عثمان وهنا برضو من 2006 توقع اتفاق السلام الشامل مع الدولة الجنوب السودان طبعا الجنوبين زي ما بنقول نحن بشكل عام حصل نزول في الاقتصاد الميدية في 2011 بسبب الانفصال وبعد ذاك الاقتصاد بدأ يتعافى حبة حبة لكن الادابي قد ضعيف لحد ما قات في 2018 حصل نشاط الاقتصادي لانه الثورة فترة الثورة المجيدة وكنا بنأمل انه بعد الثورة الاقتصاد يمشي يتحسن وان شاء الله يتحسن بشكل اكبر لو ريحت للسلسلة من زمان بتلقى انه يعني الفترة بتاعة ال84 النمو السالف الفترة بتاعة الجفاف وانتم مولودين ربما وفي فترات يعني سنة 78 بالذات كان في تحول للاقتصاد كبير جدا جدا لانه لأول مرة تدخل ال دخل علينا الاصلاحات تاعة البنك الدولي والصندوق لانه الاقتصاد وصل مرحلة صعبة في نهايات حكم لميري ويتحول من نظام سعر صرف السابت لنظام سعر صرف معوم وحصلت شوك في الاقتصاد يعني ده الحاجات فيه فيه حاجة خطيرة جدا جدا ليه الشوارع بتاعتنا ما نظيفة ليه المستشفى التعبان ليه الجامعات ما عندها ينفعل البحث العلمي ليه انتو كالشباب ما لاقين وظائف ليه الحال تعبان لانه لاحظ بالأحمر هنا اي دولة يا اخواننا عندها مشكلة بتاع التحصيل ضريبي يعني ما بتقدم تنمية زي الناس فلاحظ السودان يعني التحصيل الضريبي للناتج المحلي الاجمالي تبعوه اللي هو حوالي خمسة في المية او اقل فانت ما ممكن اصلا تقدر تعمل اي تنمية اقتصادية او تقدم اقتصادي او تقدم خدمات المواطنين بدون ما يكون عندك تحصيل ضريبي بشكل كويس وهنا دي فيه ممتازة جدا في الموضوع ده وانتو درستوها طبعا القصة بتاعت انه الناس في اقتصاد بدرسوا في سنة ثلثة عارفين الرول بتاع الضريبة والانواع الضرائب والضريبة المثلة وكذا لكن في النهاية دي واحدة من الازمات الخطيرة جدا جدا الواجهة الحكومة الانتقالية في القصة بتاعت انه تقدر يعني تحسن الخدمات بعد الثورة لانه عندك يعني وعندك وفيه كمية بتاع التهرر الضريبي وما عندنا بيانات وما عندنا تكنولوجي عشان نقدر نعمل به الاغرارات الضريبية والرول بتاع الديجتا تراسفورمش مهم جدا جدا في الموضوع ده لكن عموما جاياك ورقة في الموضوع ده بتقول انه اي دولة لا تستطيع تحصيل 12.75 من الجي دي بي ما ممكن تقدر تعمل تنمية كويسة والورقة دي لازم تقروها حاجكم في عاملة قاسبار من صندوق النقد الدولي وانحنا في السودان بعيدين جدا جدا من 12.75 عشان كده بتلقى كمية من طلب الطباعة من البنك المركزي لسداد التزامات وزارة المالية في فترات كثيرة جدا جدا ودي كان عندها أثر على سعر الصرف والتضخم وعشان كده يا أخوان بسبب المصيب اللي يسيما سعر الصرف والتضخم الحكومة كانت مضطرة تدخل في الجراحة بتاعة إصلاح هذا الدعم طبعا دي الوضع يعني قبل الإصلاحات سبسدي 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 يعني زي ما بقولوا إنه رهنت مستقبل لحاجة كده زي المورجيج يعني للفوتر فإنت لو لاحظت إنه بالأحمر ده كان الدعم السلعي الحكومي للسلع والدفاع والتعليم والحماية الاجتماعية والصحة والشيون الاقتصادية يعني بمعنى إنه الدعم السلعي كان قدر القضاعات الخمسة اللي الظاهرة قدامك في الشاشة وده كان وضح خطير جدا جدا وبعد ذلك في للوقود ذاته للفيروس سبسدي بالتأكيد في كل العالم إنه الفئة تستفيد من الدعم على حساب الفئة وده طبعا طويل جدا جدا وربما يكون الناس عندها فيه كمية من الوجهات النظر لكن على أي حال ده كانت التركة الخطيرة جدا جدا وبالتالي إت كبوليسي ميكر دائرة تصنع سياسات لازم تجي تعاين للموازنة دي بشكل جيد ولازم تعاين للبوليسي بتاعة بنك السودان بشكل جيد والبوليسي التانية بتاعة وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية وفي القطاع الاقتصادي وتأخذ الصورة الكلية وتقعد في الطاولة دي عشان تعمل الهباتة بلانينج عملية يعني معقدة جدا جدا وعملية صعبة وفيها أولويات وإدت عشان تعمل سياسة اقتصادية يعني زي ما ذكرت في البداية محتاجة منك يعني وقت طويل جدا جدا وده من واقع التجربة إنه نحنا استضمنا بواقع مر جدا جدا متمثل في إنه كيف نطلع بال اللي هي ممكن تساهم في علاج الوضع الاقتصادي وتخفف تكلفة المعيشة وتحسن أداء اقتصاد البلد لأنه في النهاية الاقتصاد مربوط بكمية من الأشياء يعني عندك طبعا في عوامل أساسية حاليا أثرت على وضع السياسات في السودان أنا بس سدت منك إنها يعني يعني أول حاجة مؤسساتنا ضعيفة ويكي الوكي 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 لو لاحظت مشاكل يعني ضعفها خلت leading to informality تمام يعني بمعنى إنه في ضعف هذه المؤسسات في كمية من المؤسسات في القطاع غير النصبي نمط نمو ما طبيعي بهناك يعني لأن المؤسسات ضعيفة ما فيها civil service كويسة ما فيها regulation كويسة ما فيها compliance system governance ما بتقدر تصنع السياسات كويسة لما يكون حجم النقص غير النصبي بتاعك more than 50% والبنك المركزي وزارة المالية طلع policies بالتأكيد ما حتحصل to be implemented لأنها في جزء كبير جدا من النقصات out of your scope يعني يعني المس guided state role يعني برضو الدور بتاع الدولة هو ذات وما معروف يعني مرض خطير جدا جدا طبعا وعندك طبعا الاعتماد على resources over reliance or resources في ناس يقول لك والله يذهب ده بلازم يجي في ناس يقول لك الزراعة أنا افتكر انه صحيح الresources مهمة جدا جدا لكن الresources ذات في السودان عاملة لنا بلاوي الآن يعني هي نغمة ما نعمة فبالتالي لو اتوجهنا للقصة بتاعة ال innovation based growth واتجهنا للتصنيع واتجهنا لحاجات افضل افضل لنا من انه نحن نعتمد على الموارد لانه صراعا الموارد ده بيخلق مشاكل كثيرة جدا جدا اذا كانت ذهب او بترول او طيب برضو عندنا يعني استثمار ضعيف جدا جدا في راس المال البشري واضح جدا عندنا مشكلة بتاعة طبعا اكيد اختناقات ومشاكل في سلاسل التوزيع وسلاسل الامداد السوري والبنى التحتية عندنا كان اعتماد كبير على الدعم السلعي وكان عندنا برضو اللي هي عدم السرار الاقتصادي دي الامراض الاساسية اللي كانت عندنا وما تزال يعني فانحنا بتاعة كيف نقدر نعمل سياسات بشكل افضل عشان نقدر نعالج الوضع ونقدر نتقلب عن العوامل الرئيسية اللي هي مؤثرة على صنع السياسات واجودة السياسات دي دي مشكلتنا الاساسية يعني نحن مكفولين في فخ جدا عجيب صراحة سودان was locked in a trap كده امشي معاي من ال امشي معاي باليمين عشان اوصلك يعني اول حاجة ما عندنا domestic bond market يعني السوق المالي ما كويس ما عندنا شهامة ما شقالة ما عندنا شسوق بتاع اوراق مالية جيد او طبعا نحن قلنا bond قصدين الاوراق المالية الاسلامية لانه ما عندنا نظام تقليدي ما عندنا access لل foreign finance طبعا اللي هو التمويل المنبر برضو ما موجود عندنا شنو نتيجة اللي ما عندنا الحاجات دي اهو عندنا ضحف الارادات ذكرتو بنجيب بنشيل من وين من البنك المركزي تمام اللي هي monetization تمويل النغض عشان نسيد عجزة الموازنة شلنا تمويل النغض من البنك المركزي immediately معناها جانا الinflation وجنهنا ضعف تمام طيب دي بغد لنا لشنو بغد لنا برضو لمشكلة بتاعت عدم استقرار في العملية بتاعت الوظائف والاستثمارات وبنفس الوقت نحن قاعدين نطبع من البنك المركزي صراحة نروح نطالع لكن في نفس الوقت الشعب عايز دعم سلعي تمام فبالتالي إذا أنت دار تستديم من وما عندك موارد وما عندك إرادات والشعب عايز دعم سلعي حيكون عندك الفخ بتاعك عايز الموازنة حيكون شغال دي 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 المشاكل قبل الإصلاحات صراحة تمام عشان كده دي الرؤية أن نحن كنا بنعاين بها واخر حبرنا الضعيفة وكنا مشرفين على البرامج للصحة الاقتصاد وكنا منها صراحة ودعم منها للسبب دي يعني طبعا يعني دل دي نفس الإشكالية لو جينا ختيناها في الإطار بتاعها في إنه نحن لو دارين نحلها يعني الحل بتاعنا يكون عندنا السوق يعني بتاع السندات أو السوق بتاع أوراق مالية حكومية يعني جيد أفتكر أنه يفترض يكون عندنا لازم يعني يعني نحسن السوق مالنا لازم يكون عندنا يعني إدارة للدين الداخلي طبعا أنه طبعا وزارة المالية بتصدر أدوات الدين داخلة عشان تغطبها العيس لكن لازم يكون أدوات فعالة عندنا نو أكسس للفورين فاين السكة سهلة يعني دخلنا في الموضوع بتاع الهيبك بروسيس اللي هي المبادرة للدول الفغيرة المصغلة بالديون عشان نقدر نخلص على العملية بتاعت نصل لنزيل الريس بتاعتنا يكون عندنا أكسس لازم نخفض المونتائزيزيش طبعا الانفلوشن زاته لازم نعمل توحيد لسعر الصرف وتوحي السعر الصرف طبعا عشان كده الانفليشن بدأ يمشي نازل وطبعا لازم يكون فيه الريفورم للبانكينج سكتر ولازم يكون للقطاعات الاقتصادية عشان يكون فيه عشان يكون فيه لو عملت إصلاح للجهاز المصرفي معنا بالتالي يكون عندك إصلاح حقيقي أنا يفترض يكون قدامي أقل من نصف ساعة هلص العرض إذا نفتح الفرصة وبرضو عندنا البيبول للسبصدي شننا للسبصدي لكن يفترض يكون فيه برنامج بتاع فمنا فلو لاحظت المشاكل دي كلها كانت الزمان سميتها أنا هنا يعني يعني نحن الحكومة عمل التدخلات إنه تحسن الوصول للتمويل لازم الحكومة تدخل في الهيبك عشان تعمل يعني عفال البرنامج عفال الديون عشان تيجي استثمارات داخل ولازم يكون يعني نقلل الاستدانة من سنترال بانك ولازم يحصل توحيد لسعر الصرف وتتبني احتياطيات عشان الجنه يقوى والتضخم يقل ولازم يكون فيه يعني سياسات الاستقرار الاقتصادي وإصلاح للإغضاعات الاقتصادية وإصلاح للنظام المصرفي والبيبل تتشال منهم الصبصدي يدوهم مساعدات نقدية بحيس انه يكون البضي الدفيس ده جماعة في الحدود المستدامة اللي هي الستانبول الميت بتاعت البضي الدفيس اللي هي around 3% من الGDP وده انت لو دائر تكون بوليسيميكر لازم تخط في بالك انه وتيجي تنصح لازم تركز لو مشات وزارة المالية او مشات اي وزارة اقتصاد البنك المركز او كده وعملت نموزج اقتصادي عشان تساعد بها الحكومة لازم تكون في بتاعت انه الدفيس ما يتجاوز 3% ولو لاحظت واحدة من الشروط المهمة جدا المؤهلة لانضمام الدول لمنطقة اليورو اللي هي لنسبة الدل ما تتجاوز 60% للإصلاحات او البرامج الداخلت فيها الحكومة الانتقالية المين بروغرام البرنامج الرئيسي طبعا الـ S&P اللي هو البرامج المراقب سمعت به وده الـ HIPIC اللي هو موادرة الدول الفقيرة المصغلة بالديون والـ ECF طبعا بعد الحكومة وصلت الـ Decision وقت القرار مشت خلت الـ ECF للـ S&P جانبا ولغته ودخلت في الـ ECF الـ ECF أخوان اسمه Centered Facility نحن بنسميه التسهيل الاعتماني الممدد عبارة عن قيمة بتاع التمويل بـ Interest Rate صفري استلم السودان من الصندوق النقد الدولي في حوالي 2.5 مليار دولار 2.5 بليون دولار عشان يقدر ينفس بها الإصلاحات تبعه وعشان يقدر يصل لنقطة الإكمال أو الإنجاز اللي هو الـ Completion Point كانت قبل الإنجلاب يفترض تكون في جون 2021 و2024 الـ Program كان بأول حاجة لا أول حاجة إنتدار تعملها كزول طالب اقتصاد ولا بيزنس ولا زول مهتم أول حاجة تيجي تعملها تفتح الورق بتاعك لازم في اخصاصه اخصاص سوداني لازم تفكر في أنه كيف نقدر نعمل استقرار اقتصادي كلي هذا سؤال طبعا مهم جدا جدا وطبعا الأدوات طبعا عندك موجودة يعني طيب بعد تطلع من العملية بتاعة طبعا العملية الاستقرار الاقتصادي الكل بتيجي بتعمل عملية بتاعة للقطاعات الاقتصادية إذا كانت مؤسسات ممنوقة للدولة إذا كانت بنوك إذا كانت الشركات خص خصة قوة عاملة خدمة مدنية العملية بتاعة الاقتصادية مهمة لأنها بتعمل لك بتوفر لك موارد ودخل لك دماء جديدة بعد ذاك بتيجي أهم حاجة لأنه نحن قلنا في weak institution بتيجي بتبني مؤسسات اقتصادية جديدة يعني build economic foundation بعد تبني المؤسسات الاقتصادية دي بيتمشي على المحل القصة بتاعة القروس لأنه إذا كان عندك weak institution عندك corruption عندك rent seeking عندك بلاوي افتكر انه وعندك civil service تعبانة مرتعم القروس تمام دي الخطوات الرئيسية الانت يفترض تخدها في بالك لما تجي تخش في العلم بتاع policy making ده وال policy making ده طبعا بيجا متوفر في اليوتيوب وفي جوجل وكذا وكذا بس اكتب ربما تكون قريت فيه حاجة بسيطة في الجامعة لكن في الواقع العملي ده بلاقيك يعني انه كيف تعمل الحاجات دي طيب الاس ام بي الحكومة عملته عشان بعد ذاك تعمل دا مرضى على صعيد السياسات وعملته وصلت نقطة اتخاذ الغرار طبعا في 28 جون 2021 وبعد ذاك في شهر سبعة 15 سبعة في باريس وقعنا الاتفاقية بتاعة اعفا ديون باريس العفو فيها 14 مليار وكانت تفاوض مع دول غير نادي باريس زي الكويت والسعودية والصين وكده في انه تعفا ديون بنفس شروط نادي باريس وده طبعا موضوع ما دار ندخل فيه الآن بعد ذاك جاء الموضوع الـ ECF اللي هو التسهيل الاتماني المبدد في انه فيه شروط محددة جدا جدا فيه العملية بتاعة التعزيز الانفق الاجتماعي وفيه القصة بتاعة انه ولاية المالية على المال العام وفيه الـ لازم تعزز يعني الإرادات ولازم يكون فيه استدامة مالية ولازم يكون فيه استقرار كلي الشروط في الرودي دي كان الشروط طبعا موجودة اللي هي الـ 1.7 بليون Death Relief اللي هي الـ SDR يا جماعة اللي هي دي بنسميها لما تلقى SDR معناها بتتكلم عن حقوق السحب الخاصة الـ Special Drawing Rights يعني دي ممكن تسميها عملة الـ IMF اللي هي لما تضربها في 1.4 بتدك 2.5 اللي هي الـ SDR الواحدة بتعادل 1.4 دولار ناس الـ IMF طبعا بسلفوا الدول بالـ SDR ما يسلفون بالدولار وبعد ذلك دعم المالي اللي التم برضو عندنا طبعا أكيد مع الـ AIDA الـ International Development Association بت البنك الدولي AIDA وفي الـ African Development Bank البنك الأفريقي للتنمية وفي بايلاترال في طبعا يعني شركات ثنائيين وبعد ذلك هنا في كمية من الإصلاحات بتاعة اللي هي خفض الفغر والبنى التحتية والغطاع المالي والـ Human Capital والحمال الاجتماعي والـ Governance والـ Peace الـ 6 حاجات دي دي الإصلاحات المؤسسية الموجودة في البرنامج اللي هي برضو فيها جزء كبير جدا جدا بساعدنا بما فيه بناء السلام واحدة من الـ Requirement بتاعة إعفاد ديون وبعد ذاك طبعا في حاجة مهمة جدا عن الإستثمار الخاص والتجارة طبعا ودي الـ Programs يعني في النهاية دي الـ High Level Summary بتاع الموضوع في إنه من Economic Stabilization لحد تصل الـ Growth وبعد ذاك في كمية من الـ Donors والـ Sudan Friend بساعدوا السودان في إنه يصل في الإقصاد الشقالة في الحكومة مع المؤسسات الدولية والمانحين دي طبعا الموقف بتاعة الدين الإحصائيات بتاعته طبعا كانت المؤسسات متعدلة للأطراف يعني عايزة من السودان بالبلد كده يعني يعني ممكن يكون حوالي ممكن تقول عشرة مليار والـ Commercial الـ 14 و sorry 10% sorry 10% ودي 14% ديون تجارية و37 و38 almost لو لاحظت Paris club members it's almost ties المساوين فواحدة من الأجندة الأساسية أفتكر أنه للبرنامج الصحي زياد حكومة جديدة أنا أفتكر أنه لازم تنمشي في موضوع عفاة ديون لأنه دي الوحيد الممكن يمرك ويدي البلد لقدام طبعا دي الحاجات اللي يفترض تكونوا عارفين عنها يعني تقروا عنها صراحة تبقى أنه أي حكومة جاية عشان تأمن موضوع على الوصول لإعفاء ديون إعفاء ديون ما نزهة يعني لازم تعمل الإصلاح هذه أول حاجة الحفاظ على الاستغرار الاقتصادي طبعا نحن بعد الإنقلاب يعني في وضع صعب جدا لازم نمشي تاني نعمل الاستغرار الاقتصادي من جديد لازم يكون عندنا يعني سياسات لخفضة ضخم والقصة بتاعت إنه الحفاظ على الاستغرار ومرون السعر الصرف لازم يكون عندنا يعني 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 tool نوقي بها البرينتين للمني ولازم يكون عندنا دي مهمة جدا جدا اللي قدام حتعرفوها والناس اقتصاد الذي هو إستهى نظام الاحتياطي عشان تقلل الديفيسيت معناها البنك لازم تكونترول المهمة القصة بتاعت العرض النقود والقاعدة النقضية دي بشكل كويس لازم يكون عندنا ترشيد بالنسبة للإدارة الضرائب وتعبئة الإرادات لازم يكون عندنا برضو يعني الانفاق لازم يكون فيه prioritization ما القروش تمشي سايا يعني للcorruption وللقصص دي لازم يكون الprivate sector موجود أن نزيد الانفاق الاجتماعي لأنه الفغر انتشر بشكل كبير جدا لازم يكون فيه استراتيجية للمحسسة المملكة للدولة ولازم يكون فيه تعزز وتقوية لولاية المالية للمال العام ولازم يكون فيه رقابة صارمة من البنك المركز على القطاع المالي الإصلاحات العشر تقريبا أو التمانية هي يفترض أي حكومة تأتي تعملها وتدخل فيها عشان بعد ذلك تقدر تحصل على التريليف عشان تحصل على تمويل ضروري للتنمية عندنا طبعا للإجراءات لو أنتم عارفينها طبعا عملية الحكومة الانتقالية كانت إنه شالت الفيول السبسدي وعملت إصلاح للسعر الصرف وعملت تعديلات لتقانون بنك السودان المركزي وعملت يعني إصلاحات شوية في الجهاز المصري فيها عملت مراجعة على 17 بنك من ناحية بتاع جودة الأصول تبعا وبدت في الفامنة support program ودفعه مأساة هنا لأنه كانت data والstatistics ويعني سنت قانون مكافحة الفساد وعملت برضو شوية reform للبوضج زالت الإنفاق على التعليم والصحة وحصل يعني publishing لو دخلت موضوع عزرة المالية بحكم الإصلاح الاقتصادي للبروغرام التابع عنه في كمية من الشركات نشرت موازنات في السيستيم في الويبسايد وزارة المالية والاستراتيج بتاعة الخفض الفغر دي أوريدي اتعملت في الشهر خمسة الفات عشان هي واحدة من المنطوبات الأساسية للوصول لإحفاء الديون وأنا بنصح الناس انه عشان تفهم الاقتصاد عشان تفهم التنمية عشان تفهم المايكرو بشكل كويس والماكرو بشكل كويس والأولويات بتاعة الصح الاقتصادي لازم تقرى الوثيقة دي موجودة بالنسختين عربية وإنجليز دل الحاجات لو لاحظتوا انه التضخم بعد كمية من الإجراءات لأول مرة نزل من 422 في جولاي ل387 ولحد يناير الليلة التضخم حصل 83 في المية معناها الحكومة اتخلصت من العبء بتاع الدعم السلعي والطباعة الكبيرة للمحروقات وللقميح وكده وبالتالي لأن الحكومة ما بتطبع قروش عشان قدر الانفلوش النازل لكن هذا لا يعني الكلام اللي أنا بتكلم عنه ده إنه نزول التضخم معناها الأسعار نزلت لا لكن بس حدة الزيادة يعني بوتيرة أقلة لكن مستوى المعيش صعب جدا جدا ولحد الآن النزول في الانفلوشن الناس ما حسطوا لأنه يعني نزول معضل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار وناس اقتصاد وناس بيزنس قريته الكلام ده كوي طيب طبعا برضو واحدة من الحياة الأساسية اللي خلت الانفلوشن لأنه بقى ما في يعني مونتايزيزيشن ما في برضو حسنة الصادرات غير البترولية عشان كده عجزة الحساب الجاري تحسن برضو التحويلات بعد تحريص سعر الصرف أو ممكن تقول يعني توحيص سعر الصرف ارتفع 717 مليون بدل 136 ولو لاحظت هنا في الـ current account في 20 طبعا الـ 7% من النتج المحلي الإجمالي والمستوى المستدام هو طبعا 5% لكن قريبا في 2021 العجز يتحسن شوية ده الملخص يعني ده الملخص بتاعنا اللي تكلمنا عنه في كل الكلام الأسيدة صبصدي ريموفل عشان تعملها منجمنت للدفيسيت بتاع عجز الموازنة حصل اللي هو إصلاح سعر الصرف حصل بروغرام لحكمة الشركات المؤسسات المملكة للدولة حصل إصدار قانون لمكافحة الفساد صدر غانون بنك السودان المركزي الجديد وحصل إزال لإسم السودان من قائمة الإرهاب ده الحاجات التمت في منجون عشرين لحد 2021 وبعد ذاك الحاجات من مارش لجولاي 2021 طبعا اللي هي الهيبك ديشن بوينت وحصل طبعا تصفية للمتأخرات وبعد ذاك في تدفوقات بتاع التمالت دونرس بقد تيجي داخل السودان من جولاي 2021 نحن دخلنا في الموضوع بتاع القطاع المالي صراحة لأنه جات الاتحاد الأوروب يدعم السودان في إصلاح الجهاز المصر فهنا كنت موجود في البنك المركزي وقتها قبل الانقلاب وبعد ذاك بيقى في شغل في الموضوع بتاع التعدين والشغل الزراع لأنه كان في أموال من البنك الدولي للقطاعات دي وبعد ذاك إنه لو لا الانقلاب الناس كان ممكن يكون يحصلوا في 2021 أو 2022 على اللقل يمش لل نمو الموجود وتجي في داخلها ويكون في job creation لكن حدث ما حدث يعني دل باختصار نجل الفيسكال بوليسي عندي هنا سؤال للناس في الناس ملت نوقف ولا نواصل يا أخي المحاضة الممتعة بس أشعره فممكن تواضح طيب في 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 زول بفتكر إنه في شي مواضح لحد الآن شباب لو في زول عنده حاجة مواضح يكتب لينا على الجهة طيب عشان ناخد الزمن للوقت خلاص عشان ندي ساعة ونص سفيس للنقاشات طيب أنا قشنا القصة بتاعة طبعا دي أخوان نجي للسياسة المالية تمام وهنا ديتك شعر وزارة المالية عشان تفهم إنه دي مسؤولة منها وزارة المالية طيب السياسة المالية بالتأكيد في الاندرقراد كلكم قريتوا عن السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات التنمية وقريتوا طلعتوا وشفتوا الحاجات لكن تصمب كل الموضوع ده إنه في السودان الليلة إنه لو نظرت لكل الوضع الحالي في السودان بالبلد البسيط إنه أزمتنا الحقيقية شوف الحوازيس المررر في الشوارع شوف الجريمة شوف المطر بيعمل في البلد شوف المستشفيات الحوادث مثلا شوف الخدمات في الولايات شوف المراكز الخدمة شوف مؤسسات الدولة كل الموضوع ده السبب الرئيسي فيه limited fiscal resources تمام طبعا كلمة limited fiscal resources ده مهمة جدا جدا الدولة ما قادرة تحصل إرادات كويسة لو اطلعت على موازنة 2023 أول سطر ستلقاه أنه والله يا أخي رغم الضرائب الكثيرة التي تفرضت على الناس في 2022 و2023 أول سطر ستلقاه ضعف التحصيل الضريبي تمام والصدر 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 الثاني على ضعف التحصيل الضريبي الإنفاق الأمني كان كثير جدا جدا ويتم شاهد ما عايز تكلم سياسة لكن شاهد براك الإنفاق الأمني والعنف ضد المتظاهرين العزل والعنف الدولة في السنة وخمسة شهور بعد الإنقلاب يعني مؤثر على فعشان كده فيه إشكالية خطيرة جدا جدا يعني خد في بالك لو مشيت أي مؤسسة اقتصادية وسألك سؤال مهم جدا الأولوية الأساسية قل لهم والله يا أخوانا لازم نحسن لازم نعمل لتحسين تحصيل الإرادات يعني موضوع تعبئة الإرادة مهم جدا طيب لاحظوا السودان الدتك في الجرافة الفات السودان بقعد يحصل يعني 5.4% من الجي دي بي ده في موازنة 2022 ديسمبر بنادي محدث أنا عندي الموازنة لاحظ عشان تقدر تصرب بروبرلي عشان مرتبة شهر واحد ما تتأخر شهر اثنين ما تتأخر مرتباتكم ما موجودة جاسبار بقول لك شنو جاسبار بقول لك يا أخو أي دولة ما حصلت 12.75% من الجي دي بي ما حتقدر تنفق على الخدمات بتاعتنا ما حتقدر تقدمي حاجة للبلد يعني تمام وإلا سد العجز بالطباعة من السنترال بانك وطبعا الموضوع ده دراسة يعني كبيرة جدا جدا لأكثر من 133 دولة دي الحاجة الخطيرة جدا جدا في السلايد ده فنحنا محتاجين لبوليس في إنه يعني تحسلين الإرادات الضربية بتاعتنا عشان نقدر نتصدل تكريفة المعيشة ونقدر يعني نقدم للتعليم والمدارس والجامعات وأساسة الجامعات والبحث العلمي وإنت شايف بارك إنه ممكن يكون أصدقان الأساسة في الجامعة بعانوا معانا شديدة جدا جدا عشان ننتجو ريسيرش فيبر يعني طيب لكن الحاجة الكويسة إنه بعد يعني تمت إزالة الدعم السلع الريموف للديزل والجازولين سبسدي في كتوبر 26 كتوبر كان يعني 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 عشرين إحنا كنا بنتوقع إنه في 2022 يكون في حوالي 4% للجي دي بي بمعنى إنه الموارد اللي كنا بنطبعها وبتأثر على اللي بتمشي دعم السلع ومام السفد منها الاقتصاد في إنه الآن بدون سبسدي يفترض القروش دي تستخدم لزياد تنمو بتاع كانت تنشي للسبسدي يعني تمشي في قطاعات إنتاجية وطبعا التعارف الموازنة فيها كابتر وان الجور والمرتبات وكذا كابتر تو التنمية سوري كابتر تو الدعم السلعي طبعا والمنافع الاجتماعية والقصص دي كابتر ثري التنمية فبالتالي الأربعة بوينت فايف دي بما أنه ما عندك الدعم السلعي ويفترض كان البلان بتاع عدنا تمشي من بلوك 2 اللي هو الدعم السلعي وتمشي لبلوك 3 اللي هو التنمية طبعا إذا كان على المستوى القومي أو المستوى الولايات وفي 2023 طبعا لأنه حجم GDP بزيد فيفترض تزيد لنا 2.14 أو 2.14 لكن ما حصلت لاحظ القصة الخطيرة جدا جدا لاحظ أنه الدعم السريع مثلا بأخذ 102 مليار اللي هو بأخذ أربعة ضعاف القطاع التعليم تمام وعندك خلل أنا دي سميته أنا دي سميته يعني Poor Budget Priorities يعني أولويات موازنة خطيرة جدا جدا وتطبعا التوزيع القطاعي لو لاحظت أنه 168 مليار دي في موازنة 22 مشت للجهاز السياد تمام و 254 مليار طبعا اللي هي يا معا مليار أنا بتكلم بالرسم يا أخوان أنتوا عندكم هناك الشعب السوداني بقلت مليار اللي هي مشت لوزارة الدفاع و 102 مليار اللي هي الدعم السريع و 28 مليار فقط التعليم خجلت طبعا أنا أزل لك الصحة لأنها ما بتصهر ذاتها في البار يعني يعني إذا ما كان أنفقت في الإدوكيشن باعتبار أنه هو من الدرايفرس اللي هو قبل أنا قلت بتاع الاقتصاد انفق على التعليم والصحة هم ما بغضوا النمو في الأجر الطويل فإنت لازم تنفق على القطاعين دي وتقلل الانفق على القطاعات دي لأنه القطاعات دي وده يا أخوان الضحف الحوكمة اللو ببليك سيكتر جبرمنت عندك الموازنة طبعا ده ملخص الموازنة بتاعت 2023 تقديرات 2023 واعتمادات العام 22 البار الأعمدة 22 واللين 2023 شوف الزول ده يعني حاجات ما واغعية خالص يعني السنة الفاتت هو كان عنده إيرادة ضعيفة وما حصل التلاتة يعني التريليون دي تريليون أي معا لكن السنة ده عمل سبعة شوف شوف في مشكلة في تقدير الموازنة دائما موازنة تلقى ما حقيقية فما ممكن تعمل سبعة تريليون أصلا يعني إيرادات في ظل الوضع الحالي ده والمصروفات أربعة حيعملها 7.4 it is difficult النت اكوزيشن طبعا ده إخواننا الاقتناء الأصول غير المالية وده الدفيسيت الأوفر اول يعني حيزيد الدفيسيت من حيقيل قال من كده لأي كده وده اقتناء الأصول المحلية وده أدوات الدين الداخلي وده التمويل الخارج الأصلا لأن نحن في حال بتاعت انجلاب وما متوقع يجينا أي تمويل خارجي الملخص تراجعوه بالراحة كده حيديك خطيرة جدا جدا المهم في النهاية مستحيل أنه أنت تنتقل من 3 تريليون 7 تريليون إرادات في ظل الوضع ده ومن 4 وتصرف 7 بتبقى صعبة جدا جدا ما عندك أي موارد عندنا طبعا التوزيع بتاعه بتشوفه بالنسبة تراجع بعدين ترجع له بارك عشان ما ناخد فيه وقت التوتال ريفينيو استمت في 2023 والتاكس ريفينيو متوقع أنه يكون 7% من السنة يعني الـ 12% بتكون معقولة دي الورقة يا أخوان لازم تقراها بتتكلم عن تاكس كباسة انجروس ازاي بيتكلم عن قدرة الدولة الضريبية والنمو هل هناك نقطة التحول نقطة التحول اللي هي 12.75 اللي بسموها دي أخوان يعني في الاقتصاد نقطة التحول الضريبي فنحنا لازم نعمل تحصيل ضريبي ما يوازي الـ 12.75 دي زي ما قال غاسبار فيتور غاسبار الورقة دي very interesting صراحة وورقة جميلة جدا جدا بتتكلم عن الكمية من cross-country comparison عندنا طبعا دي الأزمة بتاعتنا في حيات يسمى twin deficits اللي اللي هي أخوان أزمة العجزين تمام اللي هو الفيسكال بالانس والكرانت اكاون بالانس اللي هي الظاهرة ظهرت في أمريكا في سنة 92 وسقطت جورج بوش جبعده كلينتون لأنه جورج بوش من سنة 89 لحد 92 طلع لأنه كانت في حرب العراق سببت له العجز يعني فكان عنده twin deficits فمن الوقت روبيني زول اللي تنبأ بالأزمة العالمية المالية في 2008 دخل المصطلح هذا سماه ظاهرة العجزين لاحظ أنه انت يا معلم عندك من 2012 ماشي في العجزين يعني ماشي فالله أشوف في 2018 السقوط النظام واضحة يعني من 2017 النظام خلاص بدأ يترنح لأنه الحاجات دي مع يعني اللي هي الفغر وعجز الحساب الجاري والسعر الصرف وقصص فأنت في 2019 شقال تطبع بس لحد ما وصلت ل10.9 ووصلت ل10.9 يعني ل2 بوست يعني يعني negative numbers وبالتالي دي أثرت لكن سبحان الله العجزين دي يعني خطرين جدا جدا لأنه في النهاية يأنتج وشنو أنتج طوال كمية بتاعة sequence devaluation لسعر الصرف فبالتالي يا شباب إذا كان عندك عجزين وبعناها عندك اختلال في الميزان الداخلي واختلال في الميزان الخارجي مستحيل تعمل سياسة لسعر الصرف بشكل جيد ولا ممكن تعمل control ولا ممكن تعمل شيء يعني فبالتالي الحكومة دخلت في انتبهت للموضوع هذا وفي نهاية عشرين شالت الدعم على المهروقات عشان كده في 2021 كان على وعجزة الموازنة كان لأن افتكر في 2021 وانا كنت موجود كان اصلا البررامج الاقصاد بصدوك النظر الدولي بمنع منعبات وزاة المالية ولا شركة حكومية ولا جيش ولا شرطة ولا بنك كان في نظام ما ادينا اي السيدان عشان كده تم حصار لعجزة الموازنة بشكل كويس وبالتالي الموضوع لو لاحظتوه ظهر في استقرار سعر الصارف عند 440 حتى بعد الانقلاب يعني من شهر ثمانية نجي للمونتري بوليسي سياسة النقدية طبعا دل اصلا بنك السودان مسؤول المانديتر الرئيسي بتاعه اللي هو استقرار الأسعار تمام وطبعا البنك ما توفق فيه صراحة ما دار اقول فشل لأن الفشل كلمة صعبة لكن ما توفق فيه ليه لأن المالية أي بلد بيكون السياسة المالية بتاعته بيردين أو بيردين على السياسة النقدية ما بتمشي لكي الدعم يعني فأساسا الانفلوشن واستقرار الأسعار البنك المركزي ما قدر يحققوا لأن الصدمة كانت كبيرة جدا جدا قبل إزالة الدعم والإصلاح الاقتصادي كانت العملية بتاعة الطباعة من السنترال البنك والبنك المركز بسير إلتزام وزارة المالية ولو تذكروا كانت البنك المركز يدخل في موضوع الدهب ويشيل الدهب بسير السوق الموازي ويصدر ويدي المالية ويدعم القمح وكذا وكمية من البلاو يعني نحن كنا بسيسميها الQFAs اللي هي الانشطة شبه المالية التي يقوم بها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية اللي هي شراء الذهب شراء القمح المحروقات تمول البنك الزراعي السداد المرتبات في بعض الأحيان دي بسميها الQFA في الاقتصاد فهنا يا جماعة عندنا الجراف بتاعنا ده أنا دار أفهم الشباب أنه إطار السياسة النقدية بتاعنا ما قريناه في الاقتصاد في كلية الاقتصاد ده حقنا في البنك المركزي أنه نحن عندنا أدواء سياسة طبعا نقدية اللي هي إما open market اللي هو ترسناها في الكلية طبعا دي وفي business برضو أدواء السوق المفتوح والاحتياط النقد القانوني لكن ده عايزين نعمل بالأدوات دي شنو عايزين عندنا هدف تشغيلي اللي هو reserve money اللي هو ذكرت لكم قبل إنه نحن لازم الاحتياط النقد يعني تمام طيب لكن عشان نحن نصل للهدف النهائي بتاعنا ultimate target بتاعنا هو شنو هو المادة الأولى في قانون بنك السودان اللي هو price stability أساسا تمام فنحن عايزين نعمل شنو عايزين تكون تين الانفليشن ونحقق استقرار مالي طبعا عند دول مانديت لكن لازم نصل له كيف لازم يكون عندنا هدف تشغيل نشتغل عليه اسم القاعدة النقدية لازم يكون عندنا ضوابط محددة لازم يكون في policies in place عشان بعد ذاك نقدر نعمل تكون بتاعنا اللي هو لازم يكون عندنا يعني يعني نمو نقد مسهدف السياسة لو قريته السياسة الجديدة النمو النقد في 27% مثلا ده نسميه الهدف الوسيط الهدف الوسيط جاوز حدودي وما أدت ضمانات وبرضو التمويل المقدم والعملية بتاعة خلق النقود والاعتمان والتمويل المقدم للنظام المصرفي ووضع السيولة في الاقتصاد وفي البنوك ما بقدر أصل للهدف النهائي بتاعي وبالتالي عندي أهم أدافي الأدوات بتاعتي اللي بيكتطع من البنوك 20% من الوداع الخاض على الاحتياط اللي هي Reservable Deposit عشان بعد ذلك تكون في ال Current Account بتاع الطرف بنك السودان المركزي عشان أقدر أسيطر على السيولة ولو حسيت أنه في Excess Liquid System ممكن أزيد الاحتياط بشكل أكبر ولو حسيت أنه أنا عايز أو أوسع يعني منح الاعتمان ممكن أقلل العملية بتاعة الاحتياط النقضي القانوني وبنفس الفكرة بتاعة الـ Open Market Operation اللي هي العملية بتاعة بيع وشراء الأوراق المالية أنا 200 أعمل ضخ للسيولة في الماركت معناها بيشتري الأوراق من البنوك ولما أعمل سكويزينج يعني أو خنق أو تقليل للسيولة معناها أنا بيع لهم أوراق مالية وبشيل منهم القروش يعني فعملية الضخوة السيولة والعملية بتاعة الـ Absorption امتصاص وضخص السيولة هي بتقع في الأداء بتاعة الـ Open Market Operation وذي الأدوات الشقالات في الوضع الحالي الغراف دي الـ Story الحزينة أصلا نحن من سنة التسعين لحد 2021 في الدوامة دي أي زيادة في عرض النقود أي نمو نقدي بوم بيظهر لنا وين يا أخواننا بيظهر لنا في السوق الموازي بمعنى السيولة بتكون كبيرة الحكومة بتطبع عشان الدعم السلعي بتمشي بتشتري الدولار من السوق الموازي سعر الصرف في السوق الموازي بزيد الـ Inflation بزيد بالـ Imported Inflation في السكند راون ده 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 ممكن تسمونه اللي هو أثر التمرير أو أثر انتقال سعر الصرف في التضخم يعني تمام وده كله علم كبير جدا جدا اسمه تقريبا الناس القارين Pure Economics في كل ده الأقصاد يكون أخذوا حاجة عن المونتر Transmission Mechanism اللي هو آليات الانتقال النقدي وواضحة جدا جدا اللحظة العلاقة دي وطيدة قدر الشنو العلاقة دي انفكت في 2021 لأنه النمو النقدي بيقى Control ده حاجة مهمة جدا 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 جايبة أنا من برنامج الـ E-Views المهم عموما يعني أي زيادة أي زيادة في عرض النقود فوق للمتوقع أنه يسموها Post-Dive Shock للمنصب لاي لو لاحظت في ستة شهور دي شهور تحت هنا الدالة دي يا شباب الاقتصاد القارين إيبوزهم ناس بزيس لقاي من Impulse Response Function دوال الاستجابة فأي زيادة في عرض النقود بتصر في الـ Inflation بعد ستة شهور اللي هو Time Lack بعد ستة شهور يعني الليلة نحنا لو طبعنا طبعها مفرطة يتوقع تماما شهر سبعة الزيادة دي بتترحل للمعدل التضخم يعني وده باللوجيك بتاع الـ M-P Transmission Mechanism اللي هو آليات الانتقال النقدي وده موضوع موضوع كبير طبعا لأنه فيه قنوات اللونابول فوند قنوات التمويل المصرفي وأنه ما عندنا في السودان معناها الـ Interestate ما شقال أصلا لأنه شغال بالنظام السلسل النقدية الإسلامية وما حصل التحول عندنا طبعا الـ Exchange Red قنوات سعر الصرف وقنوات اللونابول فوند ولو البلد يتحول للنظام مصري في تقليدي معناها حيكون الـ Interestate حاضرة فبالتالي بيكون عندنا قناة جديدة للانتقال النقدي تسموها قناة سعر الفائدة والتأكيد في الأكاديمية الناس درسة دي بالنسبة لينا حيات أساسية البنك المركزي عشان يقدر يشتغل في المانديت بتاعه ويقدر تكونترول الأسعار ويقدر يحسن رقابته على البنوك ويقدر يزيد الكفاءة بتاعته بشكل كويس ويقدر يبني المؤسسة بشكل كويس يؤثر في الاقتصاد لازم يكون عنده سياسة نمرة واحد طبعا Digital Transformation استراتيجي لازم لازم يكون عنده عملية بتاعت إصلاح وده طبعا بفهمونا الـ Business الـ Merger والـ Acquisition ستمجو الاستحواز أكيد الناس في Business بالذات في السنة الأخيرة سنة خامسة كانت الزمان وسنة رابعة في علم كبير جدا في الميرجل والـ Acquisition عندنا الـ Business الـ Restructuring والـ HR Reform دي حاجة مهمة جدا تلاتة لازم يكون في Investment في الـ Human Capital البنك المركزي لازم يستفيد من طاقاتكم طاقات الشباب يعملون لازم يكون في إدارة مشروعات كويسة لازم يكون في IT Operations يعني الـ IT مهمة جدا في النمو الاقتصاد والسياسات ولازم يكون البنك يمشي في Policy Target بتاعته ما نهاية السنة ينتهي بـ Inflection Lose أو سعر صرف Lose أو بالنسبة له ما يقدر ينفذ السياسة التمويلية بتاعته بشكل كويس برضو المناثر Policy Management مهمة جدا يبعدها من إشاعات السياسة النقدية ونحنا محتاجين بمعنى أنه هنا مهمة جدا في البنك المركزي أنت محتاج ليدر شجاعين أنه لما الحكومة تيجي تطلب يقولها نو دي مهمة جدا لأنه تنمية الـ بيتخلي الـ بتاعته decision making برضو لازم الإطار القانوني يكون مكرب كويس عشان بعدها يكون في عقوبات رادعة للناس اللي لا يلتزمون بالقوانين دي الاستراتيج بتاعتنا بتاعت الـ Digital Transformation طبعا اللي هي لازم يكون يا جماعة في FinTech أكيد سمعت بال التقنية المالية ولازم يكون في RegTech الـ Regulatory Technology ولازم يكون في SubTech اللي هو التكنولوجيا الرقابية السبرفايزر التكنولوجي دي افترض تكون بالP التقيلة مكتوبة غلط البيت دي وفي Big Data والـ Open طيب البرامج واجهة التطبيق Application Processing Interface وProgramming Interface وطبعا الMachine Learning والAI القصة بتاعت الChatbox الChatGPT بتاعت Microsoft المجنونة دي والكلاب الكمبيوتين والقصص دي 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 بشكل عام أمشي بيوكم للقصة بتاعت Economic Policies بتاعتنا عندنا خمسة دقايق من الآن ده لو أنا عايز أعمل Economic Policies عشان أعمل بالإصلاح ركزوا معي شوية في البرنامج ده والناس ما عايز الكلام الكثير في المحاضرة تركز في الحاجات دي أول حاجة Remember if you postpone short term pain you will end up with long term pain دي الحكمة المعروفة طبعا إذا أنت يعني أجلت إذا كان عيان وما مشيت الدكتور والمرض السيفير في long term يعني تتحمل مسؤوليتك فالإقتصاد هو كده إذا التحصيد بSymptoms تعضغف اقتصادي وفترض تعمل إصلاح immediately لأنه في الأجل الطويل القصة بتبقى صعبة جدا جدا فهنا بوريكم كيف أن إحنا كطلباء وك policy makers وك fresh graduates وكمجتمع سوداني وكناس مهتمين كيف نصمم المبادرات الصح الاقتصاد أول حاجة قبل ما تبدل كالرأس والورقة والكمبيوتر بتاعك لازم تحلل الجيديبي تمام الجيديبي طبعا ما inclusive تمام أول حاجة أول حاجة تفهمها لازم الـ growth should be positive and inclusive لازم تبحثين عن سياسات بتخلي النموذة موجب وشامل واحتوائي للجميع تمام بحيث أنه تهتم بالـ local government تهتم بالـ economic planning تهتم بالإيرادات تهتم بكده أي peace في السياسة النقدية السياسة التنموية السياسة المصرفية العلم بتاع القصة بتاعت الشفافية والمحاسبة والـ transparency وال balance sheet والمستدامة ممكن للدولة كل blocks بتاعت الاقتصاد خدتها عندك عشان تنشور أنه النمو بتاعك ده هو يكون موجب وشامل للجميع وما فيه عملية بتاعة عدم يعني inequality عدم مستوى ويكون نتج عن الفار أو inflation التوركيبة القطاعية بتاعتك لو لاحظت أنه المنوفاكشيرين سيكتر بمثل 21% والسيرفيس سيكتر 46% والزراعة بتمثل يعني 32% نفتكر أنه أنت محتاج تزيد المنوفاكشيرين سيكتر بتاعته بشكل أفضل اللي هو تستفيد من القدرات الموجودة في القطاع الزراعة عشان تزيد تخطها في المنوفاكشيرين إذا واسيرفيس سيكتر لو نزلته برضو بكون أفضل لأنه المنوفاكشيرين سيكتر إنه بدي نمو أفضل للاقتصاد دي واحدة من الحاجات تعاين طبعا أنا جبت لك القطاعات الرئيسية طبعا أنه في قطاع بتاع الفنادق والتمويل والبنوك بسيط ما جبت لك جبت لك أهم القطاعات اللي بتشكل النمو الاقتصادي في البلد لو جمعتها هذه ما عظيم تلقاها 100% فجبت لك الماجر يعني 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 عندك أهم حاجة إنه سعر الصرف دي مهم جدا تبي استيبلايز عشان كده السودان من سنة الستين لحد تقريبا واحد وعشرين ما تخطت فيه سياسة بتاع الصرف ممكن تكون سياسة مستقرة وسليمة يعني لو رجعت بس للحاجات الآن البسيطة الكاتبة في السوشال ميديا ما كاتبة من راتس يعني جايبة من أركايف بتاع سياسات بنك السودان ومن البنك الدولي والصندوق والمقالات وكتابات دكتور البدوي واجتهادات الشخصية وكده وكده بتلقى أنه عشان كده أنا راصمي لك الموضوع من سنة السبعين شوف من سنة السبعين شوف فجوة سعر صارف 120 207 300 540 استغرت أنه الفجوة في الفترة بتاعة البترول وبعد ذاك بعد الانفصار رجعنا 68 173 ف يعني إنه عندنا أزمة بتاعة عندنا أزمة بتاعة استقرار سعر الصرف وطبعا سعر الصرف ده أخوان هو أساسا ما حاجة كي هو عرض لمرض في الاقتصاد عندك اختلال في الحساب الداخلي عجز الموازنة واختلال في الحساب الخارجي بتاعك المركز الخارجي اللي هو وعندك طبعا عندك عجز مزمن في الميزان التجاري عشان كده وعندك مشكلة في الريميتنسي وعندك مشكلة في الاخاونت برضو في الاستثمارات بتاعة الحافظة بتاعتك وكده عشان كده كمية من الأعراض جابت لك مشكلة سعر الصرف فبالتالي ده محتاج كويس عشان لانه سعر الصرف ما باب ضرر يكون طبعا يعني جنيه ساوي اثنين جنيه ساوي دولار ابدا حتى لو مستقر ومرتفع وهو مستقر بساعد الناس في العملية بتاعتها العملية بتاعت العشان عشان لما نمشي السجان عشان نمشي العيش عشان نمشي المدرسة عشان نمشي بشجع الناس تقرى الجيم سيوري جون ناش اهم حاجة عايز تطور قدراتك في بناء السياسات دار تكون مبدع لازم تقرى الجيم سيوري الجيم سيوري دي بيستعدك في صنع السيناريو في انه انت ما بتقدر تعمل economic policy صحيحة وسليمة بدون ما تقرى الجيم سيوري عشان بتوريك الخيار الافضل انه شنو الاستراتيجي اللي انت تتبعه نحن عايزين نظام نحن عايزين بيتدخل بسيط من بقى السودان عشان نزيد الارادات ولا نحن عايزين ياته نظام يعني في السعر الصرف دي مهمة جدا جدا يا جماعة تقرى انا جبت لك جون ناش انه بوريك الاستراتيجيز في انه انت كيف تقدر تتخيل السياسة المثلة سعر الصرف مريم مدار وعايزين شنو عشان جدا البيبر دي مهمة جدا جدا بتحلل لك مشاكل كتيرة وبسيط جدا وبمكن يعني تقرها عادي كيف تشوف كمية من الدول بتختار سعر الصرف في الامثل بتاعه وده برضو كتاب بسيط جدا جدا انه فيه كل انواح سعر الصرف في الدنيا بتساعدك فيه كيف تعمل السياسة بتاع الصرف من واقع الخبرة الكتاب ده انا قريته يعني كله الحمد لله هو ساهل جدا جدا ولمان قريته تقريبا كانت خبرتي بسيطة وما واجهتني فيه مشكلة يعني تقريبا وده الحاجات الما لاقت كانت في الجامعة يعني فيه كمية من الحاجات لاقتك في الجامعة وفيه حاجات من برة طبعا عندنا الانفليشن حصلوه خفض لكن تمام فبرضو لازم انا عايزك تقرأ عن التجارب بتاعة الانفليشن وخطورة الانفليشن طبعا ده السرطان بتاع الاقتصاد والانفليشن ده خطير جدا جدا وعمرنا ماشي وسيل واحد عمره كم واربعين سنة لكن لما تجد تلقاه في المواصلات تحسد عمره ستين سنة لانه الانفليشن بيصهر حتى بتاعاتنا انه نحن اخوانا في السياسات نخلي الـ growth ان شاء الله يكون negative لكن لازم نخلي انه الـ price stable طبعا انا من وهكي تنظري بتاع موناتر economics بيهتم بالانفليشن اكتر من العملية بتاعت النمو الاقتصادي لانه بحس ان وليل العالم كله لو لاحظت امريكا واوروبا بعد الحرب روسيا على اوكرانيا وشابان كل الـ big central banks بيهتموا بالموضوع بتاع الـ inflation وبزيدوا في سعر الفائدة بزودوا 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 في الـ tightening عشان تبين down الـ inflation دل الاداء بعد الانقلاب لو لاحظت انه نحن في الربعة التالة 2021 سعر الصرف كان مستقر عندنا عند 440 لكن بعد الانقلاب حصل الـ 580 ويعني حصلت خسارة 30% في share rate لكن الـ stream المستغر لو لاحظت انه في الـ graph اللي في يمينك ده pre-cube exchange rate performance it is almost يعني closed ما في gap الفجوة بين السعرين خلاص تقفلت خصوصا من شهر 7 وانت ماشي لحد الانقلاب سعر الصرف كان اداة وطيب لكن حصل فيه devaluation والdevaluation ده طبعا ظهر في تكلفة المعيشة بتاعت الناس عندك طبعا للأسف الشريط العجز كان 2.4 لكن بعد الانقلاب في الربعة الثالث بقى 3.6 برضو دي واحدة من المأساة انه عجز الحساب الجاري يعني توسع again وده شرحناه بتاعت twin deficit فبتلقى انه لو لاحظت بتدي good story في انه الوضع بعد الانقلاب بتاعت الاقتصاد مش سيب دي الأولويات بتاعتك لازم يكون عندك سياسة اقتصادية ذكرناها كويسة انه لازم تبروموت يعني اللي هو تعزيز الاسترار الاقتصادي ولازم يكون عندك نموم السدام ولازم يكون عندك حاجة مهمة تحسين موشارات التنمية الاقتصادية ولازم يكون عندك يعني فرص متساوية لجمعة السودانين إذا حصلت الناس ل يعني solution و دي اهم حاجة يا جماعة عندنا خطيرة جدا جدا اللي هي political economy and management of natural resources لأنه يا أخواننا بشرح لك بس اللي سلايد ده الإلليست goal معناها الدهب المهرب أو الدهب غير المشروع طبعا يا جماعة معروفة جدا جدا في كل البلدان في اللاتين أمريكا وفي آفريكا وفي الدفغ للداخل بتعمل انقلابات عسكرية دايما عشان كده أي سوء إدارة للدهب للنفط زي ما في ناجيريا مثلا السروة الحيوانية أي يورانيوم ووشيفر يعني موارد طبيعية مثلا موارد طبيعية عندك لو ما يعني قدرتها بشكل كويس التدفغات بتاعتها حتغزل انقلابات العسكرية في الدول تحت الدراس عشان كده أخوان illicit gold والillicit financial flows التفغات المالية غير المشروع ممكن تيجي من غسل الأموال من جرائم من drugs من whatever اللي هي key driver for undermining سودان democratic transition وده الخطورة بتاعت الموضوع يعني أكثر حاجة في موضوع الدهب ده غير الانقلاب في أنه إنت لما انترّب الدهب وزارة المالية بتتحرّب من الضريبة اللي هي من سمناها royalties اللي هو العوائد الجليلة بتاعت على الدهب إذا كان عن طريقة السلطات السودانية بتاعت فيه عشرة في المية وبالتالي العوائد الجليلة دي بيساعد في زيادة الإرادات والسودان من 2012 لحد 2018 فقد حوالي 500 مليون دولار عبارة عن عوائد جليلة وفترضت تيجي بس الدهب المهرب ودي كانت بيسدد الأجور والمرتبات ممكن يكون لـ 2018 أو 2017 لمدة السنة كاملة لكل الدولة فدي خطورة تهريب بالدهب برضو من ناحية بتاعت أثره على الضرائب والزكاة والعوائد اللي بتيجي للمنستر أو الفايننس أظهر زان إنه المشاكل بتاعته اللي هي اللي هي اللي هي هيكون الألم للجميع إذا حصل انقلاب وحصل أصحاب الناس اللي بهربوا الدهب ديل قدروا ووصلوا أموالهم طبعا لما والدي بتتدفع في الداخل رشاوة وشراء أصول غير مشروعة امتلاك أراضي امتلاك مؤسسات بنوك واتفر عشان كده يا جماعة الدهب غير المشروع طالما إنه أساسا إنت من زمن البترول من 2011 يعني من 2012 عندك عجز لاحظ أنه الدهب اللي انت ما قادر تعمله وكابشر اللي هو مسبي بليك أزمة اللي هو The Cost of Gold Protection Mismaragement in Sudan دعنوان ورغة يا أخوان كاتيبة منشورة 12 صفحة مهمة جدا جدا تقروها فطوال مباشرة أنت كبوليسي ميكر لازم تربط أنه التهريد بيظهر وين بيظهر لك في عجزة الحسابة الجاردة فلو لاحظ لو كان عندك دهب موجود والحصائل اللي انت جبتها للداخل فبالتالي بيزيد لك البار بتاعك يعني بتاع الصادرات وبالتالي بيقلل لك تونورو العجز عشان كده دائما لما يكون عندك يعني موارد طبيعية مهربة هو اللي بيحصل لك دائما وده بيرحل لك بيمشي لك وين بيمشي لك طوال في الـ بيحصل لك تخفيض لسعر الصرف في السوق الموازي وحيأزيك وانت في الـ حتتطر تخفيض العملة وكده وأخطط حاجة في التهريب هو شنو في التهريب انو الناس اللي بهربوا بجيبوا الحصيل للسوق الموازي بسعر أعلى لأنه التهريب ذاته انت بتتفعله الناس تتفعله رشاوة وتكلفة وكده وكده بتخلي سعر الحصيل المهربة بتاع النقدة الأجنب اللي حتيجي السوق الموازي تيجي بسعر أعلى يعني ما حتيجي زي الحصيل الجهة السوق الرسمي فvery complicated يعني الموضوع ده في الموضوع الموضوع وعلى 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 عشان كده أخواننا جاءت كمية من الـ بيپرز بوتين الريسورس انت بلسن راضر مع يعني وعمل نليه يعني يعني وعمل نليه reform ما بنقدر وهم حي الـ 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 لازم ننتهي منها عشان نقدر نبشي لقدام الحكم الاقتصادية مهمة جدا جدا عشان تدعم لنا النمو الاحتوائي لأنه في النهاية economic governance بدعم الاستثمار فدي الحاجات المحتاجة حكم اقتصادية وذكرناها قبل انه وليت المالية المال العام فيها ضعف بائن الشفافية المالية ضعيفة إدارة الضريبة المؤسسة المملوكة للدولة ما ما عليها اشراع من وزارة المالية ما في ownership policy للمؤسسة من المالية الـ anti-corruption framework فيه يعني يعني كمية من المشاكل الاستغلالية بتاعت central bank فيها ضعف كبير جدا جدا الـ corruption governance framework محتاجة نوع من الحوكم الاقتصادية وبالتالي يعني فيه تقديري الشخصي انه السودان governance and corruption themes are macroeconomically critical شوف لو ما حليت المشكلة بتاعت الحوكم الاقتصادية اللي هي الحاجة دي الجديدة ما درسناها في الكلية زمانية يا شباب الاقتصاد ففتكر انه دي حاجات very critical to economic policy يعني انت لو ما عملت حوكم اقتصادية للحاجات دي ما بتقدر تعمل سياسة اقتصادية سليمة عندنا طبعا الحماية الاجتماعية مهمة جدا جدا وعشان على الأقل نخفف الفقر المضغع وزي ما بقول روسفيلت الرئيس الامريكي the test of our progress is not whether المهم عموما الفقر معنا هانه انه ان مغياس تقدمنا ما اذا اضيفنا الى الوفر التي امتلكها المقتدرون ولكن ما اذا يعني اقدرنا نضيف الخير لمن لا يملكون النزر اليسير اللي هي it is whether we provide enough for those who have those who have too little فالحاجة دي مهمة جدا جدا في انه نحن لازم نعمل توزيع جيد للمواد ونخفف الفقر ودي محتاج شغل كبير جدا جدا انه helps يعني السوداني people to bounce back طبعا الحمال الاجتماعي علم كبير جدا جدا وبرضو ينضي بتاع الجامعة وفيها كمية من policies وفيها كمية من strategies وفيها شغل بتاع digital transformation وفيها شغل بتاع data science وبيانات وفيها شغل بتاع apis وشغل بتاع بنوك وكذا 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 لكذا انتصل للقروش القطاع الخاص عندنا potential كبير جدا جدا في سودان الزراعة والحيوان الصمع العربي لكن نحاول تؤلوك البوتنشيال بتاعنا والبوتنشيال مهم جدا جدا أخوان عشان نقلل دور الدور في الاقتصاد ذكرنا في البداية اللي هي ولازم يكون هنا في إصلاحات هيكلية مهمة جدا جدا للغطاع المصرفي والغطاع المالي عشان نقدر نمشي لقدام المأساة هي ان الحكومة مسيطرة على التمويل من الجهاز المصرفي لاحظ انه البارن فوق 146 122 129 61 32 دي المساهمة بتحت الحكومة في التوسع النقدي يعني دور الحكومة كان في التضخم يعني قبل الإصلاحات تمام يعني كل التضخم والبلاوة في سعر الصرف والاختلالات بسبب الحكومة لأنها شائل الكريدت من الجهاز من القطاع الخاص لكن مساهمة القطاع الخاص في المونتر Expansion M2 اللي هي 21-22-30 بسيطة جدا جدا عشان كده قبل لما ذكرت لك في السلايد بتاع العلاقة الوسيقة بين M2 والإنفلوشن اللي هي بسبب الحكومة دي لأنه إنت بتطبع قروش كثيرة جدا جدا وطوال القنبلة بتمشي لي السوق الموازي بيلتغط العفاز وبرفع ليك سعر الصرف الموازي وبصرف التضخم بسبب وبالتالي الكيكة دي ما موزعة كويس فالبانكينج ماشي للسنترل ودي حاجة خطيرة جدا جدا لازم تتخطى عشان كده في برنامج للصحة الاقتصادية نحن في 2021 خطينا محدد للحكومة ومن شهر 6 استنفذ وتاني ما قاعدنا عشان كده لما نخط صعوفات لتمويل الحكومة بتقدر تعمل الاقتصاد وبتقدر تخلي هو بخدم القضاء الخاص دي الصورة المشهورة وكانت في القيادة العامة انه دي التوصيات اللي هي greater يعني greater discipline ان احنا في كلامنا الكثير دي كله لازم تحاولوا تصمموا لينا يعني سياسات طاعت انضباط مالي المالية ما تتنفق على كيف العجز لازم يكون في حدود 1 و 5 من ال GDP عشان نتجاوز المونتاليزيشن ودي ما استكوره في البرنامج على الصحر الاقتصادي الانفلوشن لازم يكون مودرات الانفلوشن ممكن يكون في الظروف الطبيعية 20% 25% في الظروف السودان is enough يعني ما بنحلم انه ننزلوا لون ديجت في الوقت الحالي لانه بتاع انتنزل التضخم لسنجل ديجت حاجة خطيرة جدا جدا اشوفوا الدول المتقدمة بهمنا شديد جدا جدا انه نحافظ على استغرار الصحر مهمة جدا جدا للاستغرار اسعار و معناها نحن لازم نقلل الـ والهم حاجة لنا انه ما نعملو عشان نوقف الانفلاشن دي سلاي تنا بالنسبة لي مهم جدا جدا كأولوية للحكومة الجاية لازم يكون عندنا اهتمام بالصحة والتعليم دي الـ الـ و و دي عشان نحسن المشاكل الموجودة في نمواجي دي بـ 4% و م م م دي مخترحات مني يعني البرائم للحكومة الجاية لو بتاع لازم يكون في سكول في المية تخفيض للطلاب في الجامعات و نستفيد من الرياح بتاعت التغنية طبعا انه تتعامل البطار بشكل محدد طبعا لازم يكون في clean water واهم حاجة يا جماعة لازم يكون في يعني اهتمام بالمعلمين صراحة المأساة بتاعت اضراب الاسات زي دي حاجة كده يعني خطيرة جدا جدا لازم يكون في لالحكومة الجاية دي الحياة دي لو ما عملت اصلا ربنا ما بارك فيها اصلا يعني القصة دي الان employment مهمة جدا بالنسبة لهم كشباب يكون في الناس لازم يتتم بموضوع رياضة الاعمال لازم يكون عندكم مشروعات صغيرة متوسطة لازم يكون في microfinance يتنفس بشكل كويس بنك السودان خاد 12% لكن المنفذ 40% وليزم يكون فيها اقوان الاهتمام بين المرأة والشباب وليزم يحصل job creation على مستوى ويكون في increasing women participation في labor force برضو الناس الأكثر ضحفا لازم يكون برنامية لتنمية المجتمعات وليزم يكون مهمة جدا وتكون في social registry البرضو الكي priorities على المستوى بتاعت النمو لازم يكون non بس يكون بشكل منظم ونزيد المطارات بتاعتنا طبعا أداء الصادرات والواردات بتاعتنا عشان نسهل التجارة ولازم يكون عندنا physical reform لتعريض الغاعدة الضريبية توسيعة وليس الزيادة الضريبة ونشيل الاستثناءات لكن في نفس الوقت الضرائب ذاته نأخذها عشان نجمع إرادات عشان نوفر بها السلع لسلعتي سلعتي برضو ممكن تشتغل بشكل كويس بالذات السلع الاثناشر السلع الضرورية والأساسية وده بروغرام ساهل بموضوع ال digitalization الحاصل ولازم يكون في physical federalism بمعنى أنه الولايات تكون self-sustained ما الولايات تجي الموالية يجي من ولايته يقول عايزة وقروشة من المالية طبعا لازم يكون عندك علاقات مع المجتمع الدولي ومعروفة طبعا للاصلاح الاقتصادي ولازم يكون عندك إصلاح للقطاع المصرفي بشكل قوي جدا جدا لازم تعمل الخطوات بتاعت resolution التصفية والمسألة بتاعت زيادة رؤوس الأموال ولازم يكون عندك انضباط حوكمة وفتن بروبر وتعين شباب كويسين في القيادة ولازم يكون عندك دول banking system والdigitalization ولازم يكون عندك سياسات لغة السلامة وتمويل الإرهاب ودي مهمة عشان بنوك التعامل مع البنوك الدولية الناس الناس الريسورس المنجمات تكلمت عنها السياسة الصناعية تكلمت عنها المليتري SOE تكلمت عنها انه لابد انه ترجع للمالية والديسنتراليزيشن تكلمت عن الفيسك الفيدراليزم والكورروبشن والديسمانتين تكلمت عنه والكوردينيشن ما بين بنك السودان والمالية ضروري جدا جدا عشان نضبن عدم الانفلات في السياسة الاقتصادية والسياسة التواصل مهمة جدا جدا يا أخوانا الشفافية الليلة لو شهدت في لينكت إن وفي الحاجات كل البنوك المركزية والوزارات المالية بتنشر حاجات في السوشال ميديا عشان زيد التأييد الواسع للشعب للسياسات والسلام عليكم ورحمة الله واسفين للإضافة وبعدين آخر آخر جملة اللي هي nothing straight will ever be made تمام يعني الحاجة دي معناه شنو معناه من خشب الإنسانية الأعوج لا يمكنك صنع شيء مستوي عشان كده عشان نحن نعمل كويس is very critical انه نحافظ على السرار الاختصادي وانه نشوف لنا طريقة نعين الشباب الموجودين من معانا ديل في مؤسسات عشان يقدروا يبنوا السياسات بشكل جيد والسلام عليكم مرة شكرا لك كثير كتبوا الأسئلة بتاعتهم في شكل عامل لكي وإذا عشان نخد تالون في لقات يعني آمم طيب ان شاء الله بسمعوني كويس الشباب هم وقس الشباب دير فيون الناس بكونوا احتمال قابلوني يعني وبنتعارف يعني تمام آمم بالنسبة لي أنا آمم دايما بنصح الشباب بعيد عن الإسكوب ده يعاينوا لل البوستات اللي بكتبها صديقنا المهائل بعش مهندس محمد نورين كمان آآ الفرصة الفرصة اللي هي بتعتمد على الاستعداد الجيد والحظ تمام فأفتكر إنه آآ أنا واحد من الناس مثلا مؤمن بالدفجينوف لعب فلما نتخرجت مثلا ما فيه وظائف لكن كنت مصير جدا جدا لازم يشتغل في المجال الاقتصادي ما أمشي يشتغل أكاونتنت ولا يشتغل شغل مانيجيري الأو آآ أعمل كراودينج آوت أزاحي منها آآ كلية البزنس الفرصهم أوسع وأسرع فلازم آآ صراحة يكون عندك تأهيل نوعي بينض الموجود عندك في الجامعة الجامعات طبعا آآ جامعة الخرطوم لي طبعا معروفة يا جماعة عظمة قوي جدا طبعا أنا ما حاقول لك التعليم ما الدهور انتو أحسن مننا الآن لأنو الوقت داك لما نحنا كنا بنقرأ آآ كنا بنفتش لنا خمسة ألف من بعض بنفتشها مع بعض عشان نمشي الانترنت كافي بتاع المين داك يعني عشان نمشي مثلا نفتحه وابنعرفين سخدمه ذاته فأسسي الآن يعني انتو عندكم شانس في انو تبنوا القدرات بتاعتكم بشكل قوي جدا جدا لكن آآ افتكر انو الناس تقدم آآ لوظائف هي ريليتت للدراسة اللي هي درستها الديفياشن افتكر انو هيكون مضربة النسبة لك لانو آآ ممكن يأثر آآ مع المشغولية والشغل ربما ما تقدر آآ تمشي بشكل يعني كويس آآ آآ الانسان اللي بتخرج مباشرة اذا كان ما في اي فرصة بتاعت طبعا شغل او كده آآ لازم يبحث آآ عن مثلا ترينينج آآ لازم يبحث عن آآ فرصة بتاعت آآ ليرنينج جديدة اذا كان ما في حتى قدرة للإنسان يقدر يخش بالسورس ليفل ممكن يستفيد من المعرفة الموجودة في اليوتيوب وممكن يقرأ اكتر ممكن بس عندي حاجة هي وثغيلة شوية على الناس انو في كمية من الكورسات متوفرة آآ في ال ايدكس اللي هي يعني بالذات الخاصة بالصندوق النقد الدولي بالعربي والانجليزي فيها كمية من الليسونس بشكل مبسط فيها كمية من الحاجات لو انت الشهادات دي اقتنيت لك منها اربع خمسة شهادات ممكن عادي جدا 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 تخطها في البروفايل بتاعك وتقدم لمؤسسات قطع خاص في الداخل مؤسسات حكومية في الداخل ان وجدت او حتى برة حتى لو كنت فريش وعندك آآ تأهيل جيد على مستوى الكورسات بكون طبعا كويس طبعا اذا كان عندك يعني تأهيل ذلك طبعا بكون ليفل تاني لكن انا بتكلم لك عن انه تتأهل في اللو هانجينج فروتس من ال اوبن سورسز يعني تمام بالذات في مجالك الاقتصادي الا الشديد القوي بالبلدي كده يخليكو ديفيات من الاقتصاد لكن آآ تستهدف المنظمات آآ الموجودة اللي فيها الجانب الاقتصادي آآ تستهدف طبعا بالتأكيد الغطاع المالي والمصرفي تستهدف شركات الاتصالات اكسام البلانينج تستهدف النفط لأكسام بتاعت البلانينج تستهدف الحاجات المؤسسات الفيها الجانب الاقتصادي انت بتقدر تشتغل عليه وشركات التأمين الجانب الاقتصادي بالذات الجانب بتاع الماثماتيك والاكشواري لانه ناس اقتصادس عنهم علاجة بالماث وفي النهاية آآ بس آآ شوية بنا قدرات آآ للانسان آآ اليوتيوب طبعا كنس ثمين جدا جدا فافتكر انه الديفيجين الف لعبة لو ركزت في المجال بتاعك بكون افضل بكتير من انه تمشي لمجالات تانية الا اذا عندك رغبة طبعا تمشي في العمل الحر في البداية والقصة بتاعك انه تمشي تخش في your own project it is اوكي طبعا دي حاجة ممتازة جدا جدا لكن لو زا تشتغل وظيفة تمشي بالا بل 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 يعني جزو من الان انا ذكرت لك ده لكن لو در تمشي في حتة التانية طبعا it is up to you يعني لكن تي الحاجات العامة يعني لكن التأهيل النن اكاديميك كواليفيكيشنز مهمة والله يا اخوان التعيين والتوظيف نحنا شفناه النن ترانسفيرابل اوه الخاص المهارات الزرزاني الاكاديميك بقت حاجة اساسية جدا جدا يعني الاسكيلز بقت اكتر من انه اشاهدت الجامع حتى لو كنت عندك مثلا ايه يعني يعني أعني اسطريت عيز يعني اوكي طيب برضو في سؤال واحنا شو بتكلم عنه اوه الخرج علوم سياسية ممكن يكون شونر حاجات الاظتورة عبدالتحدة وأول موظائفة ممكن اشتغل فيها بلو خريج علوم سياسية أنا آي ما يسيل فالناس اتدخلوا معي بنك السودان في 2007 يعني نحن بسيطين خريجين اقتصاد غياسي واختصاد بحث عندنا نناس علوم سياسية لما انت تيجي تقدم للمؤسسة السودانية يعني ما بعينه للموضوع بتاع انه خريج علوم سياسية بعينه لانه تخريج الزراس اقتصاد الاجتماعية يعني تمام لكن في البوليتكس افتكر انه في علمين مهمين العلم بتاع السياسات العامة يعني انت لازم تمشي عليه وفي يعني العلم التاني برضو السياسة وإدارة كان در رسول الله في سنة تاني اقتصاد مهمة جدا جدا الحاجات دل ممكن يودوك يعني طبعا في النهاية ما اعتقد انه في سوداني مثلا ممكن انه يقدر يشتغل في الوزارة الخارجية الدولة تانية لا لكن اولاد اقتصاد بالذات انا رسلت كمية جوبس لشباب وظائف في مختلف السفارات السودانية في الخرطوم بيطلبوا دايما يعني اوفيسر تخصص اقتصاد كمية من المنظمات ناس الفاء وكمية من الحاجات اذا كان بذاتنا السفارات اذا كان بوليتكس سينس ولا بوليتكس سينس ولا اكنوميكس ولا كوانتثيتيف ولا يعني تمويل وتنمية ولا واتفر فالشهادة بتاعتك بتاعت الاقتصاد العلم السياسية ولا علم الاجتماع ما عندها علاقة بالموضوع بدليل انه نحن لما في امريكا قرينا كان في كلية الاقتصاد انا خريجي كنومتريك تمام ناس الاقتصاد وكون مستوى ممتازة الحمد لله يعني جيت تقدم عشان اقرأ ماستر بتعبير كنومترس قال لي لا لا لازم تعمل كواليفاين لكن لما مشيت امريكا هناك وقريت الماجستير بتاع الاقتصاد الناس اللي كانوا معاي اصلا ناس محاسبة وادارة وتقنية معلومات ومعان نفس صياد ففيه multidisciplinarity في العلوم يعني فيه multidisciplinar يعني تداخل التخصصات فما تخاف من موضوع علوم سياسي يعني easy جدا جدا انه تهاف اي جوب عنده علاقة بالتنمية الاقتصادية الاقتصاد منظمات الحياة زي اوكي طيب كان في سوقات قبل انه هل المشكلة في انه عدم موجودة البولوسيز اما المشكلة في التطبيق بتاعه المشكلة في عدم الراية البولوسيز السودان في الهيستري بتاعه انه في كمية من البولوسيز كانت ما صحيحة يعني الحاجة تأسل الفترة من 2020 لما نجبره في البدوي البولوسيز دي صحيح هي homegrown حقتنا لكن كان عليها رقابة اللي هو لما نقول لك staff monitor program اللي هو برامج يراقب موظف الصندوق البولوسيز انت بتخدتها لكن لو ما نفذتها صح الصندوق بيجي صحيحة لك عديل بين الورقة والقلم زي التصرفي البروفيسور في الجامعة نجحت في كده ورسبت في كده انحنا لما وصلنا في يعني يعني في واحده في 28-6-2021 لل decision point اللي هي نقطة هزغرار بتاعت الهيبك اللي هي السودان صحيح له القراص بالتاع وقال له انت تراك ريكورد يعني معناها قدمتها اداء مرضن على صعاد السياسات والprogram دي هو الprogram دي فيه هو يعني مؤشرات هيكلية اصلاحات فيه هو تقليل عجزة الموازنة تقليل التضخم تصلح سعر الصرف ترفع الدعم اشتراضات كمية بسموها الكونديشنالات يعني المشروطية فانحنا السياسات بتاعنا لما تكون تحت اشراف الصندوق والبنك الدولي بتكون ناجحة تمام وبعد طوالي بعد وصلنا لنقطة اتخاذ الغرار يعني رسلنا لتر للصندوق نحن ما عايزين S&P عايزين ECF اللي هو البرنامج ده ودينونا دون القروش دي عشان نمشي في الإصلاحات لحد يجونا لـ 2024 ننتهي من الموضوع بتاع الإصلاح الاقتصادي وبلدنا تمشي لقدام فالتنفيذ كان موجود لأنه البروغرام ده واضح ومكتوب بال يعني بال يعني ما في تجاوز الحكومة كان عندها التزام قوي جدا جدا ليه؟ لأنه الحكومة ما كانت حكومة حزب واحد زي زمان الحزب الواحد ممكن يعني المحافظ لو قال ما بنفذ الحاجة ده ممكن يجينا دول بشير يدوه شلوت يعني بالبلد كده لكن الوضع مختلف فالسياسات كانت يعني واضحة جدا جدا حتى الإنقلاب لما نجا وشاء الكمية من الناس يعني طبعا لأسباب مختلفة لكن بعد الإنقلاب الوضع رجع زي ما كان يعني القصة بتاعه قائلا للتزام وكدا وكدا كان في policy يعني مختلفة في ال... بالورقة والقلم يعني في الحاجات أنا شخصياً البوك بتاعه استخدام صادع عندي قاعدة في التربيزة والحاجات الخطرة مكتب عاملها بالhighlight الأحمر أي جهة بتيجي بتطلب السيسنا وقلو ما اي معنا الموضوع بفتح الكتاب طوالي زي كتاب l'Organisation Behaviour يعني كابتر كده وكابتر ككده وكابتر كده وما موجودة في البوك ما بتمشي الموضوع يعني فكنا حاسمين جدا جدا يعني وبرضو الشباب التانين في اللاين منيسوريز يعني فالالتزام بالسياسات إذا بقى لقى ليدرشيب عندها الاسكيلس المطلوبة وعندها القدرة بتقول لا بتكون مهمة جدا وبعدها اللادي صعبة ما سهلة يعني اللادي ممكن إما تتودك إقالة أو استقالة أو وتفر يعني لكن لا لازم تقوله لأنه إتعارف روحك لو قدت لا والحاكم يعني شالك بتمشي بتلقى لك الشغل يعني الموضوع ساهل جدا جدا فلا هي ذات عايزة سكيلس يعني فالسياسات مصممة كانت يعني جيدة التصميم صراحة وبالمناسبة في 2013 قبل لما الإنغاز دي تقومها بالسبتمبر البرنامج ديت عمل لكن الإنغاز ما اتزمت به وفي 2014 صندوق نظر الدولي كتب قالوا الله يا إخواننا ما في أي commitment من الـ government للإصلاح عشان كده الحكومة كانت بالنسبة لها بتخاف من المتظاهرين وما بترفع الدعم لحد ما سقطت في 2019 يعني فمي يعني الديبنس على الموضوع لكن السياسات يعني هي صحيحة والإيرادة بتحت التنفيذ مهمة جدا جدا عشان نمشي لكتاب أوكي طيب آآ في صغال عني آآ المهارات اللي بيحتاج لها خريجي الاقتصاد شنو يعني او زور خريج آآ اقتصاد جديد عايز يدخل توق العمل شنو المهارات اللي بي ركز عليها آآ آآ عشان يمشي لقدامنا في المجال هو ليخر ريج يقصد ويخر ريج بيزيس اليوم آآ آآ بشكل عامر افتكري انه انا ذكرتها يعني في الحاجات يعني في الموضوع عشان ما تمشي مثلا تمشي تدخل معاينة بتاعة كول سنتر طبعا مهنة حاجة كويسة يعني او تأفويد الحاجات اللي ما في مجالك انا افتكري انه آآ الفرصة هي عبارة عن آآ استعداد وحظ تمام بك تجيك فرصة يعني وبس تكون مستعد كويس يعني تكون فاهمة للسياق يعني في النهاية العلمة تطورة البزنس تطور انه بتلقى انه آآ في جوب ديسكريبشن وبتلقى في جوب ريكورميس وفي بتلقى انه انه والله يا اخي الفيكنسي دي محتاجة للشروط واحد اثنين ثلاثة تمام ففي النهاية آآ المهارات طبعا مطلوبة يعني انذا طبت ذيم الانجليزي الانجليزي دي ابدأ خكلك يعني تمام ممكن تدخل به لكن ما تستخدمه تاني لكن يعني هو مهم جدا جدا بالذات في الاقصاد والبزنس يدل لو عملت بحث في جوجل مثلا حاجة بالانجليزي وحاجة بالعرب بتلقى الفلو بتاع المعرفة بالانجليزي يعني المهارة دي مهمة جدا جدا المهارات النعمة يعني انه لازم تكون عارفة الاستاتيشتس كالباكيجز يعني ما بيضره تكون خريج اقتصاد بحث او اقتصاد قياسي لكن يكون عارفة المهارة بتاعتها في برامية التحليل الاحصائي بتكون كويسة لازم تكون فاهم research methodology كويس تقدر تعمل يعني to state the research problem بشكل كويس ولازم تعرف policy recommendations كويسة والحاجة دي حتى لو في الكلية ما موجودة لكن في اليوتيوب بيقول لو فتحت اليوتيوب بتلقى أستاذ عنده السبورة بيشرح الكلام ده بعد ذاك بعد ذاك training training يعني بدون structure يعني تفتح الموقع بتاع صندوق النظر الدولي صندوق النظر العربي المؤسسات الدولية في كمية بنك التامل الأفريقي في كمية من كورسيرا في كمية من الحدات بتقدم ليك تدريب في المجال السياسات البرمجة المالية financial programming جدا مهم جدا جدا اخوان انا بوصي بيناس اقتصاد لي لانه فهمك تحت الاقتصاد اللي هو البلوك بتاع ميزانية الحكومة public finance والبلوك بتاع balance of payments والexternal sector والبلوك بتاع الreal sector GDP والinflation والقطاع الحقيقي والنغدي والقطاع ميزانية الحكومة والقطاع الخارجي الأربع قطاعات الأساسية ديه بيناتهم علاقات خطيرة جدا جدا لو مشيت عملت بحث أسي الآن في overview of macro economic accounts بيتلقى كتاب كده أصفر صغيرون يعني بيبدلك من الفرق بين الفرق بين flow وال stock التدفق والرصيد لحد ما تمشي لل 4 blocks بتاع الاقتصاد فانت لو فهمت financial programming وطبعا دي محتاجة ل excel sheet محترم جدا جدا برنامج ال excel ده اخوان برنامج عظيم هذا انت تعلموا بشكل كويس وهذه المهارات يعني المطلوبة يعني في سوق العمل يعني افتكر انه في كمية من الوظائف سيبتيح القطاع الخاص في كمية من الشركات الناشئة لكن افتكر انه ال other than class skills هي مهمة جدا جدا يعني وتدخل ممكن تخش على الشهادات المهنية دي بيساعدك في الجصة بتاعتها بتعملك stretching للعقل بتاعك يعني وتشطك الخلايا النائمة في المعرفة بتاعتك وفي الايكيوب بتاعك يعني وهم حاجة برضو ما تنسى تقرأ عن emotional intelligence دانيل جولمان يعني انا افتكر انه الذكاء العاطفي بقى مهارة مهمة جدا جدا لازم تعريفها وفي كمية من ال audio books بالمناسبة يعني قاعدة في اليوتيوب دي بتعلمك تعليم احسن من موجود في القاعة 110 يعني نسخة صوت طيب سؤال عن دور علوم البيانات في صناعة السياسات الاقتصادية ودور برضو المنظمات بتاعت المجتمع المدني في دعم صناعة السياسات الاقتصادية منظمات المجتمع المدني طبعا مهمة جدا جدا في مراقبة الاداء حتى احنا ذات اخترحنا انه النقابات المهنية والمهنيين والناس ديال في عام الحكومة انه شكلوا جسم جسم رقابي يمشي يزور المؤسسات ويفتح ملف بتاع انه كل وزارة يكون عندها ادارة بتاع تخطيط استراتيجي وبعد ذلك يشوف الاهداف وديم في مجلسة الوزارة كانت موجودة صلاحة لما كان خالد عمروسي في وزير كل وزارة عندها في كوارتر محدد عايزة تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة وبعد ذلك يشوف لكن للأسف الجسم دماغام انا افتكر انه اصلا الـ civil society في اي محل مهم جدا جدا في اي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي او البنك الدولي لأي بلد لازم يقابل الـ civil society انه الـ role مهم جدا بتاعه في القصة بتاعه ارسال دعائمة الشفافية في الأداء يعني بالنسبة للـ data science قادرين تتصوروا انه على مستوى ادارة البحوث عندنا هنا نحن عندنا ثلاثة او اربعة data scientists طبعا ما في اهم من علم الـ data science في انه انت انا واحد من الناس عندي الليلة زي 8 سنوات للأسف قطع عليه بانك السودان لما جيت شغال على على الـ policies اللي عندها علاقة بالكلاود وعندها علاقة بالفينتيك والـ AI والمشين learning والقصص دي بشكل مكثب جدا جدا وحتى شغال على كمية من الـ project على الـ digital currency اللي هي العملة بتاعة بنك السودان الحايمة الوسخانية وفي طرح اللي قدام نتحول لـ central bank digital currency ونقلل تكلفة الإصدار والطباعة وكده وكده والشغل دي كله عشان تحت تعمل سياسات جيدة وتعمل عملة كويسة وتحسب الـ currency وتنقل البيانات من البنوك والمؤسسة تصلة انت محتاج للـ data science ومحتاج برضو الـ data science في الـ credit policy بمعنى انه الليلة لو انا دار ادي الطلبة ديلة تمويله ما عندهم انضمانات انا يفترض امشي اشوف استفيد من الـ big data والـ data science في الـ social media profile عشان اكوين به معلومات عنه تمام يعني لو في زول رايح مني مثلا لو ماشيت لو في زول دارة يعني في انه سلوكه كويس ولا ما كويس مشي بشوفها الـ followers بتاعينه يعني مثلا اول friends فبيقت حتى الليلة انا لو دار اعرف مثلا منشور محدد عاملوا بجلس السيادي يعني الناس مثلا منبزينهم مثلا بشوية intelligence بشوف يعني تمام بشوية analysis فانا افتكر انه الـ data science مهمة جدا جدا لقياس السياسات المطلوبة ومهم جدا جدا يكونوا الان في data scientists في الإدارة العامة للسياسات والإحصال والبحث في بنك السودان عشان يعملوا حاجة اسيمة data warehouse عشان الـ data warehouse تطلع منها BI report اللي هي تغيري الذكية يعني اي حاجة انا اسيقوله في الـ presentation ده قاعد انسيبه لك للـ GDP الـ tax للـ GDP الـ current account للـ GDP بقول لك الـ revenues للـ GDP اي شيء للبطج درس للـ GDP فافتكر انه الـ data science حاجة وعنده علاقة وسيغة جدا جدا بالـ policies ما عندك يعني يعني data science in plus ما بتقدر تعمل بـ policies صحيحة لانه ما هتكون عندك كل الرؤية الكلية للبيانات والبيانات المطلوبة وما عندك برضو time لـ T plus zero access لأصلا هو شنو الابتصاد والبنوك أصلا نحن ببنك السودان في حاجة اسيمة أول بنوك المركزي implementing central bank monetary policy يصروع الـ commercial bank balance sheet فانت لو ما كان عندك data عن النشاط المصرفي والنشاط الاقتصاد ومتقدر تعمل السياسة كويسة طيب برضو سؤال عنه لو زول يعني داخل او هيتوزك مدخل خدمة في البنك المركزي او في وزارة المالية اللي هو الـ assistant معناه بـ السياسة الاقتصادية والسياسة المالية شنو شكل يعني الحاجة له حيتوقع انه تواجهة أو يعني شنو شكل الوظيفة اللي هو وظيفة اللي هي متاحة في الحتات دي كمزل والله طبعا بنك السودان المالية أنا ما عارفة لكن في بنك السودان نحن زمان كانت rotation يعني كانوا مثلا قبلوا خمسين زول بعملوهم rotation لأتيام لكل خمسة في إدارة بتاخد rotation لشهرين بعد ذلك بوزعوك شخطك بختك صراحة يعني ما بعينه لأنه قري بيزنس ممكن بيزنس يكون في البحوث ممكن يكون قري اقتصاد قاعد في المراجعة الداخلية يعني شخطك بختك لكن ضبطناها صراحة أخيرا أنا من قيد قلت لهم شخطك بختك دي ما بتمفعل أعلنوا وظائف عشرة ناس التسيص عشرة ناس يعني ايكونوميس وعشرة ناس يعني للبيزنس وعشرة ناس للسبرفيجن وكده فمهم جدا جدا لأنه بعض مرات فيه ناس بيكونوا مخريين اقتصاد لكن بوزعوهم مثلا إدارة الخدمات أو المراجعة الداخلية أو إدارات مارية اللي بدت التخصص بتاعهم بقول لك خلاص البنك تشتغل يعني لكن الديفيجن وفليبر مهم تقسيم العمل يعني العشرة خبازه يعني فكده يعني لكن ربنا يعينك يعني أنت لو ما شهد البنك المركزي لو ما اجتهدت على المستوى الشخصي ممكن مستواك ذاته يكون أقل من المستوى الدخل تبه يعني فما المؤسسات الحكومية ما مكان انه انت تدفولو بالسكيل ستعتر صراحة الموضوع ده محتاج لك انت يعني لأنه ما في كوتشينج مناسب تمام بعدين سن المعاشة عام 65 دي يعني أضرت بأداء المؤسسات ضرر بالغ صراحة تمام خلت يعني يعني كمية من الدفرنسي دي ذاته دي ذاته أنا بالنسبة لي شايف إنه فيها 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 خطيرة جدا 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 بين الإنقوالتي في التفكير والبراينس والحياة الزي دي نعم فدي محتاجة يعني 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 معالجة خاصة فتكري إنه أول حاجة من الحياة الثلاثة الريفورم سن المعاشة دي لازم تنزل إلى 55 بدلا من 65 يعني عشان يعني تؤمن أب الـ الـ يعني تفيد السيستم لأنه الآن الـ 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 طيب أصلا بتكلم عن إنه الأزمة السقة بين المواطنين والبنوك وإنه المواطنين في العادة يعني أو في نزوع إنه الناس ما بتوضيع جروش في البنوك يعني يعني فالعيا دي هم كيف تتحلى كافة هو طبعا السودان أصلا إن فاكت هو كاشة الصياد يعني مجتمع نغذي أصلا السودان هي مش مشكلة عدم الثقة يعني والمتعاملين مع البنوك بتكون أراون 6% من التوتال بتاع البابوليشن أصلا يعني تمام السوداني زي بري كاشة الصياد تمام إذا كان دار تزيد التسعة طبعا مع البنوك طبعا لازم تو تو يعني يعني خدمات مالية جيدة التصميم يعني يعني نفتة كويس وبعد ذاك يكون عندك مالكتنج بلان كويس وبرضو الوحدة يعني لازم يكون في استقرار في الاقتصاد لأنه كمان موضوع الإيداع بتاع الموال ده ما عنده لص إذا كان سعر الصارف ما مستقر ما هيكون في يعني فايدة من الوديعة يعني وفي أزر فينيوز يعني العقار، السيارات، خطة الصناديق، السمسرة، في كمية من الأنشطة، عوائد أعلى من الإيداع في المصارف، والسوق المالي برضو ضحلي جداً جداً ما متطور عشان يكون، فبالتالي إذا كان البدائل في السوق الرسمي ما كانت هي بيرفكت، ولو ما كانت الدولة على المستوى لكل عملت مانجمينت للسياسات الاقتصادية بشكل بذات الإنفلاجنس على الصرف، الثغة ما بتجي بالساهل، وشي تاني برضو مهيم جداً جداً لموضوع الثغة، أنا بتتكر إنه لازم يكون عندك Efficient Payment Systems، لازم يكون المواطني يحس إنه يعني نظمة دفع بتاعتك متطورة بشكل إنه POS بتجيب cash in يعني، والموبايل أبس، الATMs أنا ما بحبها، بتعمل cash out وبتكلف الدولة كثير في الصيانة والمنجمينت، ولازم يكون عندك يعني يعني Online Services، ولازم الدولة يكون عندها استراتيجي للإي كوميرس، مهم جداً جداً إنه إنه المجتمع يتحول لكاشلي الصصيتي إنه يكون Card Based صصيتي يعني، ودي دائرة Infrastructure، ففي requirements من طرف الـ Government، وفي requirements من بنك السودان، وفي requirements من البنوك نفسها، لأنه الموضوع بتاعت، بسموه هنا شنوه أنا بسموه، التrust deficit يعني، اللي هو أزمة الثقة بين المواطن والمصارف، جاي من حاجات، بلس إنه الجامعات يا جماعة، الجامعات السودانية، لازم تشتغل على Financial Literacy، يعني إذا كان الناس في الجامعات ما مثقفين كويس، دي مشكلة برضو جداً جداً خطيرة جداً جداً، والثقافة المالي، وبعد ذلك أسل الموبايل أبس، يعني أنا أتكلم إنه بنكك، وفوري، وساهل، والتطبيقات دي، ساهمت كثير جداً جداً تشيب الـ Behavior يعني، اللي حصل ترانسفورميشن كويس، بس لو حصل Macro Climate Environment، يعني حصل له stability، تصمي كسينت، أنا أفتكر إنه بيزيد العملية بتاعت الإيداع، وبعد ذاك برضو، الرول بتاع الشركات الاتصالات أسل الآن، لأنه نحن عملنا لائحة مهمة جداً جداً في البنك المركزي، بتسمح لشركات الاتصالات الموجودة سوداني وزين، ويعني MTN، يعمل financial companies، عملوا شركات مالية، وحيقدموا خدمات مالية، ويعتمدوا على قاعدة العمل بتاعهم، وشركات مراخصة ببنك السودان، وقدموا سيرفيس بتاعة Mobile Money، الدفعيات يعني عبر النظام الموبايل، وتفتكر إنه لقدام، ممكن يكون بدل يكون عندنا شمول مالي ضعيف، وتمويله صار ضعيف بالشكل بتاع الدوركشة، وما جابة تسدد الأقصاد، ممكن يكون في المستقبل القريب يكون عندنا Digital Finance، اللي هو ممكن يكون تمويل رقمي، وممكن يكون عندنا FinTech Enabled Financial Inclusion، ممكن شمول مالي يعتمد على التقنية المالية، وجهتنا فيزا ومصر كارد، وشقالين كنا في بنك السودان صراحة على مشروع ممتاز، إنه البطاقات بتاعاتنا الحالية، اللي فيها الشريطة الأسودة، اللي فتحتها بورة باسمه Magnetic Stripe، عايزين نحولها لـ AMV، لـ System جديد عشان يخليها تميت ال International Standards، ودي مهمة جداً جداً في ال Contactless، والتطوير دائماً بتاع القطاع المالي، تحت change في جمع التقنية، والترانسفورميشن، فدي كلها حاجات بزيد الثقة، وهدي مهمة جداً جداً في كزا سؤال، هيد نوركت انت عايزين تلاقي بل كده كتير، بس في كزا سؤال، يركز على موضوع الكورسات، بيحتاجها خرجين الاتصاد، ويركزوا فيها، عشان يعني يركزوا على يعني يحول الدراسة، يعني كل نظرية اللي عندهم في الجامعة، يعني حاجة يتعرف أكر على الواقع العملية، بش طبيعة العملية، شنو الحتات أو المواقع الممكن هما، يعني لو ذكرت فلات ممكن، أنا لا لا، ذكرت كمية من، ذكرت كمية من المواقع، يعني انت الليلة بس لو دخلت على الكورسات بتاع الصندوق، ونقضة الدولة دي بالعربة والإنجليزة، تمام؟ يعني فيها كمية من الأشياء، الموقع بتاع الصندوق، EDX يعني EDX منخذ EDX 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 IMF تمام؟ دي يعني ما تتخيلوا حجم المعرفة الموجود فيها، ما تتخيلوا حجم المعرفة الموجودة في البودكاست، بتاع البودكاست، أكيد يا أخوان صح؟ البودكاست، إذا كان ويلد بانك، أنا بكتبسي، إذا كان IMF بودكاست، إذا كان BIS، Bank of International Settlement، بنك التسويات الدولي، العربي كده، بنك التسويات الدولي، ده، يعني دي كنوز بتاع المعرفة، أنا شخصياً I myself يعني بحضرة طوالي، رفت كويس، يعني بليفل كده مختلف شوية، والبنك المركز الأوروبي، ده كلهم عندهم بودكاست، مركز الأوروبي، ECB، البودكاست ده أصلاً بعلم تعليم يعني ما طبيعي، ECB طبعاً من إنجلش، ECB، وBIS، وIMF، والفيدرالريزير، فيد، دي كلها بودكاست، ما في خريج اقتصاد في الدنيا دي، ما بكون بعرف، يعني، حاجات الـ Central Banking، لازم يكون عارفة، وبعد ذاك يجي للـ Central Banking Magazine، Central Banking Magazine، لازم يقرأ فيها برضو، والـ Economist، دي مهمة جداً، Economist إن شاء الله تقرأي بالدكشيناري، أنا لحد الآن، عدد مبارع يعني عندي، Economist Magazine، تمام، وصندوق النغض العربي، ده فيه كلام جميل جداً جداً، يعني، ممكن تلقلك فيه وظيفة، لو دخلت الـ Web site بتاعهم، وعندهم وظائف للـ Junior Staff، وعندهم كمية من الدرسات بالعربي، بنك التنمية الأفريغي، برضو، فيه كمية من قضايا التنمية، للناس القارين تمويل وتنمية بالذات، أهم حاجة في الدنيا دي، قدموا لنا البنك التنمية جدة، حصل قدمتوا للـ Young Professional Program بتاع التنمية جدة، يعني، كل ناس اقتصاد، لو قدت مؤهل، لازم تمشي الـ Program YPP، إن قبل بتذكر فيه، YPP Islamic Development Bank، الضحك دي منه؟ قلت لك أنا زبعا قدمت فيه، لكن كنت خريجة يا دوم كالي، قدم أسي بشيلوكي إن شاء الله بالـ CFI بتاعتي دي، أسي حيشيلوكي إن شاء الله، وهتاب فيه سكولرشيبس، يعني الـ Master والـ PhD، لأن الناس الماء السكولرشيب أو الاقتصاد، قدموا سكولرشيبس، ماستر و PhD، سكولرشيبس، ماستر و PhD، فالتنمية جدة دسة، أنا عمري لو ما فات، ممكن مقدم فيه، لكن كبرني يعني خلاص يعني. فالمعرفة متوفرة جدا جدا، أنا I myself ما عندي أي مانع، طبعا لازم يسألوا سؤال، أسي نازل عندهم ليه Access في الـ Social Media ولا ما عندهم Access؟ أكيد إنها شائر الـ Profile بتاعك معهم، أي شائر الـ Profile بتاعك معهم، والدائر تلفوني، والدائر يتعلم، وكدو كدو، أنا زهدت في محل في عماندلة، ولقيت وظيفة برسيلة ليكم، يعني ما تخافوا إن شاء الله، فالمهم عموما يعني، ما تمشي طبعا الحاجات زي عندي يعني أقربائي، يعني مش والدهب والشيطة المحبضة، يعني دائما اذكر إنه وهو الذي جعله لكم الأرض الظلولا، فمشون في مناكبها، وكلو من رزقه وإليه النشور، يعني لازم تسع، تمام؟ لكن ما تمشي للحاجات اللي بتضيع لك المهارة بتاعتك، تمام؟ الحاجة دي يعني ربا إحنا بسألنا منها جدا جدا إنه إنه نساعدكم، ويعني ما عندنا أي مانع، أنا والله يعني لو رجعتنا الظروف السودان يوما ما، عندي بروغرام خاص بالنسبة لكلية الاقتصاد بالذات، وربما يعني لو حسنت قدراتي شوية الأكاديمية، ممكن أرجع أدرس في الكلية، والغريبة إنه 2016 قبل ما يقترب، جيت قريت الشباب الموجودين، ثالثة ورابعة وخامسة عن الـ SPSS، يعني تطوع يعني في الجمعية الإحصائية كان، فمهم جدا جدا إنه لكن لو ربنا رجع يعني جامعة وبتأدرس، ما حأدرس الناس يعني ما حأدرس الناس الحياة القديمة بتاع الحياة، لازم أدرسوا الحياة عندها على قد الماركت يعني ما، مم؟ هيا هيا الناس اللي يسألوا من الرغم التليفون دي يجبناهم رغم التليفون عليكم، تمام؟ قال لك ممكن يا دكتور تدي لغم تلفونك. دكتور خالد دي يمتلب من وين يشيل تلفوني طوالي طوالته منه. تمام؟ ما عليش للغة البلدية دي يا جماعة؟ تمام؟ وظائف البنوك حكرا على المواطنين يا زول نحنا ذاتنا يعني نحنا ذاتنا أسي بعد شوية حيشيرونا بره. في يعني في اومونيزيشن بسموها يعني التعمين وفي سعودازيشن سعودة ويعني القصة بتاعت إحلال الخليج يا جماعة أقول لكم بصراحة شديدة الناس بقوا فيهم وأهيالين تأهيل ما عادي تمام؟ وبيقوا كلهم جوب سيكر سلقوا ممتازين يعني ولغتهم ممتازة شديد جدا جدا. أرفتك إيس؟ فأديك مثال أنا واحد من الناس مثلا بقول لك الحظ يعني زي ما بقول صديقي نوريل. فأنا لما استقلت من هنا مثلا ما كنت يعني ومشيت السودان طبعا والحمد لله شاني الإنقلاب يعني حاجة حلوة شديدة كانت تحته لكن يعني بس رجعني الحظ يعني لكن كنت متأكد تماما ووظيفتي ممكن يحصل لها يعني إحلال يعني صراحة فالزولة العلق على إنه لو شفت في LinkedIn دائما عليكم الله يا زولي أعمل له بروفايل في LinkedIn وأدخل شوف بروفايلي أنقول من السيفي بتاعتدي شيء منها إن شاء الله سشيل سيفي نيدي ذاته بس أعمل لها كوبي بيس وصف الصير على روحك لكن في LinkedIn معظم وظائف الخليج بتلقى بين غوثين ناشونال صراحة تماما وكده يعني الزولة اللي بتقوله يكون في الكلية لا لا والله إن شاء الله بإذن الله تعالى نساعد والناس يشتغل وأصلا don't panic يعني في النهاية أهم حاجة جماعة الناس تؤمن بالقضاء والقدر يعني تماما في الحاجات يعني وأهم حاجة جماعة الناس ما تفتر من الليرنينج التطوير والليرنينج ده مهم جدا يعني بقدر ما إنه إنت تقرأ بقدر ما إنه بتلقى إنت يعني chances أكبر صراحة تماما اللينك بتاعك يا دكتور أنا بديكي تلفوني ذاتو بديك يعني أدخلك تفاروكم بريسي الفيسبوك ما زوله تماما لكن قاعد في LinkedIn ومرة مرة برضو في Twitter صراحة بكتب حاجات بسيطة يعني في الحاجات يعني تماما وإن شاء الله نكون بس الواحد يعني قدر قدم ليكم يعني حاجة في مستواكم يعني ما حاجة ضعيفة وما حاجة كدا ممللة ويتذكرون وعناسا اقتصاد إنه أي زول في الدنيا دي Preis يعني متوسط خمسة أصحاب في النجاح أرجع بكم لمقايس النزعة المركزية بتاع السنة ثانية يحصل دكتور شاهين فإنتو لازم إنه أي زول يعيلي خمسة من أصحابه وشوف إنه هو B31 بتاعه وين تمام والحياة دي أساسا هي! يعني ما حتكون الحياة مستحيل تكون معادلة يعني تكون يعني تكون توزيع ملتوي يعني الone tail test اللي عددكم به شاهندك والtwo tail test لكن تتأكدوا تماما انه تسعوا يا جماعة عندك assignment مهم جدا جدا your part يعني الفرصة ال definition بتاعها هي يعني readiness تكون التجاهز وبعد ذاك حظ وربنا كاتب لك الموضوع بحصل يعني لو ما كاتب لك يعني ما بحصل يعني في الحياة وشوفوا الزلزال الحاصلة اليومين دل يعني تمام العمارة تلقى ناس زي البسكويتة مثلا ففي النهاية بس استفيدوا من اليوتيوب قلدوا السوشال ميديا على قدر ما تقدروا قللوا برضو القروبات القروبات السودانيين تقريبا برضو يعني مملة القروب الأسر مهم جدا جدا طبعا للفواتح يعني والمناسبات القروبات التانية عاجل وقالوا قالت والصور الفلانية ما بتاع انتونا صغار وعقلكم ده سليم ركزوا في السورس اللي قدتها لكم دي ممكن تعملوا حتى واتساب جروب موحدة كلكم لو عايزين لكن تكون واتساب جروب سينس بيزد فيها قوانين صار ما يعني تمام انو الناس ممكن ترسل فيها الوظائف ترسل فيها الكورسات ترسل فيها الأوراق السهلة بالعربي والانجليزي يكون ممتاز جروب مخطوطة جروب يعني ما يكون جروب عاجل وطبعا اكيد جمعة مباركة ما في كلام لكن ممتاز جروب مخطوطة جروب يعني فلو يتعامل جروب يعني بشكل منظم ربما يكون في قناة تليجرام او في حتة اما افتكر ده مخترح مني للساتزة وادكاتر المبادر للمبادرة أفتكري أنه ممكن يربط الشكباب كويس عشان على الأقل بالدنيوز يعني للحاجات يعني وبشجع الناس على العملية بتاعته الموتيفيشن نحن نعملهم أصلا في جروب واحد يمكن بعد ذلك يواصف به تشير النورلج فيه بس نحن نختم في سؤال أخير دقيقة بس أكتب للنازل الفاروق كامبريسي تديرني في لينك إن اللينك ما معاي والله يمكن أجيبوا لكم يا أهلا لكن بكلفني أطلاع من الزو فاروق فاروق نختم خلاص إخواننا في زول عنده سؤال نازلت توقع من نفسهم بعدين تخلوني ينضموا براهم في سؤال أخير رح نختم بيه بعد إذن نعتذر بس للناس يعني ما قدرنا نمر على سيلته بس عشان الزمن وسؤال أخير بس في دقيقة لو قدرنا نجاب عليه ما عنه كبير عن داية العمال ودوره في الاقتصاد شنو وفي حل مشاكل اقتصادية في السودان ممكن تكون كيف هو في تحسين الاقتصاد رياضة العمال والله طبعا الموضوع دا مدور في السودان بشكل طيب صراحة حتى الاتحاد الأوروبي وطوف وطوفور ناين وافتكر إنه بنك الخرطوم والبنوك وفي كمية من الناس شغالين على المشروعات لكن المشروعات دي طبعا يعني محتاجة ومحتاجة ومحتاجة برضو شوفنا في الدولة التانية صراحة في حاجة يسمى الأنقل انفيستر صحيح لو أنا كنت صحيح المستثمر الملائكي لقيتك صح يا أستاذ صح اللي هي عايزين زول يقدر يمويله يكون عنده المؤسسة ريادة العمال ذاته يقوم يمويله ويكون عنده فيها مساهمة عشان يطوره بالفوندين أنا واحدة من الحاجات اللي اللي كنت شغال عليها لما كنت في بنك السودان قبل ما يفصلوني عن العساكر كنت شغال علي الفينتيك كومبانيز في أنه يخليها يكون عندها بارتنرشيب مع البنوك أنه البنوك ما تدخل في الانوفيشن يخلو الفينتيك والشباب المطورين والشباب اللي في البزنس والاقتصاد والتقنية والسكولة الفماس والدات سينتيست يطوروا البرودكت والخدمات للبنوك ببارتنرشيب وندعمه أن نحن كلنا في أنه تستوعب لينا عدد من الناس الفريش جرادويتس على طريق الفينتيك ويساعدوا الغضاء عن المالي وكده وكده وبعد ذلك تفتح فرص عمل وبنكون شجعنا كمية من الناس على رياضة العمال بالذات في الهاي تيك بزنس لأنه في النهاية لما أنت تمشي في التكنولوجي المصرفات بتاعتك بترخص لأن التكنولوجي بترخص في المستقبل تكون رخيصة بدلا من مثلا الليلة إنت لو استثمرت في بنك عندك كلاود اللي هي السحابة يعني خزنت بياناتك وحاجاتك في السحابة أفضلك بمليون مرة من تمشي تشتري هاردوير بملايينة دولارات وممكن يحرق يعني صحيح فعشان كده مشاريع رياضة العمال محتاجة دراسة جدو محطرمة جدا جدا ومحتاجة خطة كويسة ومحتاجة تتيم أب يعني ومحتاجة تريينين وكونسلتيشن ومشتاج الشغل يعني ممكن تنجح ممكن ما تنجح شكرا لك كتير أستاذ فاروق وشكرا على زمنك ومعلومات المفيدة لدت مدى هاك وتمنى أن الشباب يكونوا استفادوا أكيد هم يستفادوا جدا من المحاضرة دي وشكرا لك مرة تانية تسبح على خير والرسالة أخيرة أنه بس قلت لكم يعني أنه تلتزموا بالحاجة اللي أنا قلتها لكم دي التزام يعني قاطع تمام ووليم شاكسبير بقول أنه ما تكسل يعني إن شاء الله نوصفحة في اليوم تقرى في مجالك قصة ملهمة تدخل الفيسبوك أعمل لك قناة فيسبوك سوري تدخل اليوتيوب اليوتيوب دي كان زيها جماعة تعملك في قناة وركز على النوليجيب الإنجليزي أصلا وتقرى البيبرز أنا الخواجة أول مرة قال لي أصلا البيبرز الأولى دي زي التورشر يعني قال لي زي اللي بعزبوك عزب تعزيب زي اللي ربطنك في كرسي وبجلدو فيك لكن في النهاية بعد ذاك بتستمتع بالعليم وبتستمتع بالحاجات وتقريبا أنا مستوي كان أقل منكم بكثير يعني وأسل لحد الآن أنا ما أحسن منكم بكثير تمام بس عندي أكسس للحاجات بشكل كويس وإن شاء الله أوعدكم في أنه ما أخذلكم وأوعدكم أنه نتعاون وأنا شاكر جدا جدا لكم للحضور بتاعكم وتعبناكم معنا لكن إن شاء الله يعني كلنا نصل وتأكدوا تماما أنه ركزوا في لأنه جماعة بلدنا بلدنا هي الليلة الأسوأ في العالم فمحتاجة يعني مجهوداتكم ومحتاجة البذل ومحتاجة التضحيات الكبيرة جدا جدا ومحتاجين أخواننا بتعليمنا نوفر النذر اليسير للأقل مننا ومحتاجين نثبت لأسرنا أنه القراية دي يا جماعة هي الملاز والحل الوحيد في اللونغرام للنمو والتغيير والتعليم رسال الله عليه وسلم بتكلم يعني من أراد الدنيا عليه بالعلم والآخر وكذا وكذا وبرضو بختم لنا اقتصاد بمقولة إفلاطون يعني تقريبا أبو الفلسفة يعني فقال لهم يعني في مقولة في كتبه والله ما أفتكر أنه في كتاب بتاع فلسفة الجمال عنده رص وعظم برينه الحفزة أولى بقول أنه أطلب المال يعني أطلب العلم سوري حتى تصبح زعيما فإن عامة الناس تقدر المال اللي هي عامة الناس مش الفري بيزنس وجارين وكذا وكذا ونخبة الناس وهم زيكم وكذا تقدر العلم فإن جمعت بين العلم والمال جمعت المجد من طرفيه وأصبحت زعيما فإنت لازم يكون عندك المين بلدنك بروك العلم عشان بعد ذاك تحسن وضعك يعني وليس العكس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك كتير ساسفارو شكرا لك والسلام عليكم شكرا لك